السلام عليكم مع حضراتكم مهندسة هباسين مديرة فعاليات افتراضية في منصة اكوا انرجي اكسبو اولا بنرحب بحضراتكم في ويبنور اليوم بعنوان تطوير تقنية نمزجة معلومات البناء والانشاءات باستخدام الذكاء الصناعي ثانيا بنرحب بالمحاضر المهندس عمر سليم وهو مدير لمشاريع نمزجة المعلومات البناء في خبرة اكثر من 15 سنة والمتخصص في ادارة البيم وكذلك فيها نمزجة سلسات الابعاد وايضا تدريب والعمل في مشاريع البيم مع الفرق والتخصصات المختلفة كما انه مساعد باحث سابقا بجامعة قطر وايضا مؤسس مجلة بيم العربية وكذلك محل القموص البيم النسخة العربية بيم ديكشنري واخيرا بنقدم الشكر للمهندس محمد خليفة مؤسس منتدى واكاديمية خبرات تكنولوجيا المياه وكذلك مؤسس منصة اكوا انيرجي اكسبو المعرض الافتراضي لشركة ومنتجات المياه والتوخة الجهة المنظمة الرعية للبيم نار واخيرا بقدم الشكر للقابة المهندسين بسهل لتعاونها مع منصة اكوا انيرجي اكسبو في تنظيم همزة البيم نار بنأكد على حضراتكم ضرورة كتابة الاسم سلاسي باللغة الانجليزية والايميل مرة واحدة فقط في الشات للحصول على شهادة حضور اتفضل يا باش مهندس عمر جاهزين عشان نبدأ السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم اولا شكرا باش مهندس هيبة على التقديم وشكرا مهندس محمد خليفة وشكرا الجميع حضور انا يعني مدين لكم بالشكر الكبير وربنا اجزب كل خير وان شاء الله هنبدأ النهاردة نتكلم على تكنولوجيا زكاة الصناعية وكيف نستغلها في القطاع المقابلات وقطاع الاستشارات الهندسية يعني هناخد الجانب الهندسي منها لكن هي لها استخدمات كثيرة جدا سواء في المجال الطبي سواء في المجال الزراعي سواء في المجال مثلا المشاكل اللي حصلت في ليبيا الله يعينهم وفي المغرب وتركيا وشمال سوريا اذا كان صناع قدر يفيد بكثير جدا في تحديد الأماكن اللي حصلت فيها المشاكل فهو مجال قوي جدا والناس كثيرة بتستخدمه ولازم احنا نعرف ازاي ان احنا نستغل الزكاة الصناع ده في الشغل بتاعنا بحيث ان احنا نوفر وقت احنا نلاقي الفترة ما احنا عايشين فيها في تكنولوجيا كثيرة موجودة زي طنونة الاشياء طنونة الاشياء دوت ان التلاجة اوتوماتيك لوحدها بتبدأ تشوف ايه الاكلات اللي هتعمالها لك النهاردة وهي الحاجات المسبل لحالتك الصحية لانها متوصلها بالمستشفى فهتقدر تعملك مثلا اكلات تكون مفيدة لمرضى مثلا السكر او مرضى الالبع عفاكم الله ولتبدأ تبعت للسور ماركت وتبدأ تجيب الخامات اللي هتتعمل ده التلاجة التلاجة العادية والبيبزع مفروض كله سمارت التكنولوجيا الحديثة الروبوتات الانسان قال ان هو يبدأ ان هو يخدم في بعض الاماكن الفيرشور الرياليتي ان انت تلبس نظارة وتبقى شاف عالم اخر ممكن تكون انت في بلد وبتعمل شغل في بلد تاني خالص اتبع سوريسيت الابعاد دلوقتي ما بقاش بتتبع موضل بسيط او بتتبع كباية لا ده بتتبع مبنى كامل وده حقيقي وموجود حاليا في الامارات في بيوت بتتبع كتير وفي السعودية تكنولوجيا حيوية تكنولوجيا نانو نحن نغير الخماب بتاعت المواد فنقدر نعمل اثمنت يكون شفاف يعني الواجهة اثمنت وقوية وتستحمل وشايل احمال لكنها شفافة فانتشاف اللي جوه المركبات ذات التلاجة سنتكلم عنها اكتر من مرة النهاردة لانها اعتبر جزء هدسي البيانات الضخمة عندنا قمراء كثيرة ومعالجات الارقام كثيرة كمية الديتا اللي بتتعامل من تحويل بروميت او تيكست اللي صور كمية الديتا اللي اتعملت خلال الشهر اللي فاتت أدع كمية الديتا اللي اتعملت خلال السنوات اللي فاتت كلها من اول مسترع التصوير كل ده ممكن يتطور من خلال ذكاة صناعية يعني ذكاة صناعية يدخل في انترنت الاشياء وتكون في روميتات وواقع الافتراضي وكل حاجة فحاجة مهمة جدا ان احنا نتعرف عليها لازم نعرف ايه هو ذكاة صناعية ممكن يكون الذكاة الصناعية بالنسبة لي حاجة وانت بتنميش حاجة ثانية التعريفات مهمة فان احنا نفهم ايه هو الذكاة الصناعية وايه هو استخدامه ولا هو خيال علمي يعني ذكاة الصناع ده بنتكلم معنا من نظري بس ما فيش حد عمله ولا لا ده موجود حوالينا هو تقريبا همستخدمه يوميا مفيش واحد فينا غير هو بيستخدم الذكاة الصناعية بشكل يومي ابسط حاجة سري اللي انت بتدوسها على الضرار اللي في النص دا حتى كده وتبدأ اتداردش معاها وده خلاص موجود في كل الموبايلات وموجود في الانترايد ومفيش موبايل في العالم يجربوا فيه الخاصات فيه الذكاة الصناعية بيتناش معك وبيبدأ يخصص نفسه يعني يعني بعرفك انت شخصتك ايه فخلاص بيتكلم عمر وعرف ان عمر مثلا يقوله كذا وبيهتم بكذا فما اكتراش عليه حاجة مثلا عمر نباتي وما بيكونش للحوم فبش هترح عليك مطعم يكون في الحوم خلاص وبدأ يحفظها لهم عربية ذاتية الكهادة ودي بدأت تنتبقى موجودة كتير وهنا نتكلم عنها أكتن مرة الف جو ودي لعبة عملكة زي الشطرنج فيه حاجة كتيرة جدا بيت موجودة حوالينا حتى مثلا لو انت بتتعامل مع الفيسبوك او تويتر او 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 ففيه زكاة الصناعية بيبعارف ايه الاعلانات اللي جيبالك او ايه المقالات اللي ممكن تكون انت مهتم بيها طيب عايزين نفس نكتب كده ايه هو زكاة الصناعية كل واحد يكتب من خلاله يعني انا ما بحبش يعني اني بكون لنا حافظين نتعريف ونقوله لا كل واحد من خلال اه رؤيته او من خلال هو بيفكر ازاي في زكاة الصناعية يقول لنا ونستفاد منه ايه هو زكاة الصناعية يعني الزكاة الصناعية اختلف عبر العصور كل فترة الناس بتنظر ليه نظرة معينة تمام خلينا نتكلم مثلا ايه هو الزكاة يعني نستفاد من خلال كلمة الصناعية وناخد كلمة الزكاة الزكاة لان انت تقدر تتفاعل مع البيئة اللي حواليك تمام في مهندس محمد يقول النوا يلبي اللي احتاجات متعة الحياة او المطلبات تعريف جميل طيب خلينا ناخد الزكاة الزكاة ايه يعني اقول لنا شخص ده زكي واحد فاهم ويقدر يتفاعل مع الحاجة ممكن يكون فاهم بس بشهده يتفاعل فده الزكاة بتاع نقص إنما ان هو يفهم ويتفاعل ويفض قرار ويتصرف في البواقف وفي الحرجة ده هو ده نوع من انواع الزكاة طبعا الزكاة ليه علم الواحده وليه تفاصيل كتيرة وفيه انواع كتيرة جدا من الزكاة يعني ممكن واحد يكون زكي في ان هو بيسمع كويس موسيقى او ان هو بيقدر يعمل رسمة حلوة يعني فيه تفاصيل كتيرة بس عموما يعني ان هو الزكاة الاصطناعي الاصطناعي هو حاجة اصطناعية يعني بيحاول يقلد الزكاة هو مصورش حاجة كوية هو بيحاول بيعمل حولات ان هو يفكر زي الانسان لكن فيه مشاكل كتيرة جدا يعني قبل موضوع الزكاة الاصطناعية كنا عشان نبرمج حاجة كنا نقول له مثلا ايه روبوت مثلا افتح الباب وينزل خد الكيس دوت ويخرج بيه ويشوف الاصنصير وينزل فهو ماشى على حاجات معينة لو لقى الباب مفتوح وقف انا مفروض افتح الباب بس هو مفتوح اعمل ايه مش يقدر تصرف تمام؟ فدي كانت حاجة مشكلة احنا باب نفكر مع بعض كده ازاي ان احنا نبرمج حاجة يقدر لهو يتصرف زي طفل صغير يعني لو طفل صغير قلت لهو اعمل حاجة دي وراح محله وما لقاش الحاجة دي في المحل في اوتوماتيك يتصرف ويشوف مكان تاني او يعمل حاجة انا موالتروش عليها ده اللي احنا بنحاول نعلمه للذكاء الصناعي ان هو ما يعتلش على حاجة صغيرة يعني فيه حاجة مثلا بيعملها وفيها مشكلة خلاص طب يتصرف ازاي؟ ده اللي احنا بنحاول نشوف ان هو يقدر ان هو يفكر وان هو يستفاد مثلا ان هو بيرائب شبكة النرور بتاعت مدينة كاملة وحصل مشكلة يتصرف اوتوماتيك يبدأ يفكر طب هنحلها ازاي؟ طب هنعمل كذا كذا؟ لحد ما هو ايه؟ يحل المشكلة يقدر يتصرف للمشاكل اللي موجودة ما يعطلش تمام؟ طيب فيه تعريف ان قدرة القالة على العمل والتفكير مثل الدماغ البشري ده هو زكاء الصناعي ده تعريف وحتى الان مقدروش يوصل لتنفيذ الموضوع دوت وحصلت تمام؟ اه نسى معاني؟ اه يا بش مهندس الصوت كويس بس لياريته ونعليه شوية خلاص حال فنبدأ بقى نشوف ايه تاريخ المثورة الزكاة للسماعي طبعا الزكاة للسماعي مرتبط بحاجات في تاريخنا مثل كتاب جميل جداً اسمه الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل لعالم العلماء اسمه الجذري والجذري شفت له كتاب بتاعه في المكتبة فعمل كتاب وكذا وعمل كذا انسان آلي بيتحرك ومثلاً كان الامير كان بيسبله الودوء بحيث ان هو يتوضى طيب احنا ممكن نعتبر ان بداية الزكاة الصناعي مع الحرب العالمية الثانية اللي هي مثلاً ننظر نقول هي الحرب العالمية الثانية التي تقلل اسمه الساربين لكن الزكاة الصناعي بدأ يدوله فلوس كتير كداً يعني هيصرفوا عليه الحكومة نفسها عندها دلوقتي قدر بنها تصرف على الحاجة فبدأت تصرف بشكل هلو على الزكاة الصناعي بحيث ان هي عايزة تنتصر في الحرب فالميزانية مفتوحة هي دي الفكرة فبدأ ألان تورنج يعمل آلة تحل الشفرة بتاعة الألمان يعني الألمان كان عاملين شفرة تتغير كل يوم فبتعد ان تحلها أسبوع يكون هي الشفرة تغيرها فبدأ يعمل مكناة تقدر انها تفك الشفرة في وقت قصير وبدأ ان هم يشغلوا بيها بشكل قوي وقدروا ان هم يعملوا الزكاة الصناعية في الفترة دي يعني دي بداية الزكاة الصناعية بدأ هم يعملوا اللغة اللسب اللي بعد كده أخدنا إحنا منها قط وليسب اللي احنا بنشتغل بها في لطقية وفي معرض لدعمل فكان فيها حاسما جوم كيرسي ده بيسموه الأب الروحي للزكاة الصناعية سنة 1950 نحن نتكلم عن حاجات من فترة طولة جداً حاجات عد عليها ما يقرب من سبعين سنة تقريباً هذا التقرر زكاء السماعي وهم كانوا بيفكروا في الزكاء السماعي في بداية ما بيعملوا الكمبيوتر كانوا بفكروا اننا نعمل ذكاء سماعي اننا نجده متفكرا بعد هذا بدأ الموضوع الحاجة التحدي للنسبة لنا قال لك الشترنج دلوقتي الشترنج ما بقاش هو التحدي تعزكاه السماعي زكاء السماعي خرج منه فكرة الشترنج لان الشترنج الليها على سابتة وليها قواعد سابتة فعمل وقت حدي سنة 1060 عشان يعملوا بقى اللعبة الشاترانج وبدأ في السبعينات تبدأ تظهر بعض المعالجات وبعض الحاجات في الذكاء اللي صنعها سنة 1077 دي كانت مظهرها خطرة جداً وكانت ناس متابعها على مستوى العالم كله كان مثلاً نهايات الفيفا بتاعة الكورة ان فيه كمبيوتر عملية شركة IBM اسمها Deep Blue بتتحدى بطل العالم في الشاترانج ويتعمل عليها افلام ان ده كانت تحدي هل الزكاة الطبيعية ممكن يزي من الزكاة الصناعة ولا الزكاة الصناعة هو اللي يفوز العالم كله كان يعني يمركز اقوه في الامبرادية وحصل ان يعني الزكاة الصناعة بقدر ان هو يتغلب على البطل العالم في الشاترانج لكن الرجل قاعد يفكر كده انا اتغلبت اه طب اعيت ولا اعمل ايه راح قالك لا احنا احسن حاجة ان الانسان يستغل الزكاة الصناعية ان احنا نعمل team انا وزكاة الصناعية ونبدأ ان ندخل البطولات ونبدأ ان احنا نكسب بطولات فاتغير الفكرة وده اللي احنا بالنادي بيها ان ان انت متعودش تفكر زكاة الصناعية اتغلب علي ولا انا اتغلب على زكاة الصناعية انها تتخليه في قلب السيارات ذاتية التلقية ده وطبعا كانت فيه تطور رهيب ومحتاج نظرة فلسفية اللي هي الروبوت اللي صناها صوفيا السعودية داتها جنسية في 2017 كده بقى لي كل الحقوق كل الحقوق وليه كل حاجة ولو دي ربطه ممكن ان انت تسجن لان انت بتعتاد على مواطن اللي جنسية ففكرة ان يبقى فيه روبوت ليجنسية دي حاجة خاطرة جدا مش حاجة سهلة طيب امتى نقول على الآلة انها زكية تورنج قالك لو انت عدت تتكلم مع الآلة ومتعرفش ندائي لو فكره شخص كده دي الآلة دي زكية ده من ضمن الافتبارات وفيه طبعا نظريات تانية لكن دي اهم من نظرية ان لو انت اتصلت مثلا ان عايز تطلب وقبة وقبة من مطعم مشهور واتكلمت معي واتنقشت معي ومعرفتش ان ده انسان قلي او ان ده زكاة صناعي او ان ده روبوت يبقى كده هو نجح في الافتبار احنا محتاجين هو عايز يعمل الموضوع ده طبعا الموضوع ده هيعمل مشكلة خطيرة لازم نفكر فيها ان هو هيخلي الشركة تستغنى على الناس كتيرة يعني الناس كتير هم موظفين بيشتغلو في الدعم الفني خلاص انت بتتكلم عندك مشكلة في السيرفر او في شركة النيت فانت بتتكلم معاهم وتقعد تدرد شواء واو الحاجات ده كلها ومتعرفش ان فيش شخص موجود ان ده برنامج على كمبيوتر فانت بتتكلم عن السعادات ده يرد على 5000 واحد في نفس الثانية اللي 24 ساعة وبدون ما يزهق وبدون ما يطالب الفلوس فالاختبار ده من ضمن الاختبارات اللي الناس كتير هشغلة بيها طيب نجي بها اللعبة اللعبة ده يعني مهمة جدا في الفكرة بتاعتنا ده لعبة المبرمجين نفسهم ما عرفوش القواعد بتاعتها يعني المبرمجين نفسهم اللعبة ده من ادم الالعب في الدنيا يعني بيقول ان عمرها 5000 سنة حاجات زي كده وليها بقى معقدة جدا وليها يعني الشيطانجي بقى ليه مثلا عدد معامل حرقات 29 حرقة للكتعة ده 200 حرقة وكان فيه واحد محترف انا شفت كذا فيلم عن اللعبة ديت ما فهمتش من الحياة طبعا بس كنت مركز زي كنت اسمعي فيه حرقة كالثمان حرقة 37 حرقة 37 دي اللي التاريخ ويف عندها فعلا تمام ان هم هم عملوا ايه خلوا اللعبة تلعب مع نفسها يعني اقول له خد تراجع افلام واعرف الفكرة بتاعتها وابدأ لعب مع نفسك فاول ما بتلعب مع نفسها عملت خسر فبدأت واحدة واحدة تتعلم والمبرمجين نفسهم مش عارفين الكواعد يعني لو انا ببرمج شاترانج لازم ابقى فاهم الوزير بيع يتحرك ازاي والملكة بتحرك ازاي وخطة نابليون وخطة هتلر وفاهم الافكار وحاجات دي كلها فالموضوع كان مثير ان انت بتبرمج حاجة مش عارفة انت مش فاهم ديت حرك ازاي وكل حاجة اللي همتين حركة فعملوا اللعبة وبعد كده لعبوا مع اكبر اشتر واحد في اللعبة دي وحتى في الفيلم كان هو اللعب بحركة اللي ستة وثلاثين فلهم اتقلوا غشة بسجارة خرج شرب تجارة ورجع وانتظر بقى الزكاية اللي هم حركة اللعبة فعمل حركة تعتبر في اللعبة دي غلط كأنه مثلا حط الوزير قدام الملك فالملك هيكله فاللعب اذا انت زاي كمبيوتر بيغلط غلطة سيزك ازاي دي فبدأ يتعامل معها يعني قال خلاص انا كسبت مدام الراجل الكمبيوتر بدأ يلعب اللعبات غلط يبقى انا كده ضمانت المكسب تيك الكمبيوتر قاعد يلعب وكسب من خلال الحركة دي يعني نقدر نقول ان هو ضحع بحاجة مهمة في مقابل ان هو كسب المباراة كلها فكان دي ابهار للمبرمجين نفسهم ان الزكاية السماع يقدر يعمل حركة انا مولتوش عليها انا مدربتوش عليها فديكت من اخطر الحركات اللي هي الحركة 37 في افلام كده اسم الفيلم حركة 37 ان هو بفجقه ان الزكاية الصناعية ممكن يعمل حاجة انا مولتوش عليها طيب الزكاية الصناعية هنبدأ نشوف امثلة كتير جدا ان هو يقدر يتعرف على الوجوف في قلب البطارات كل الناس موجودة وممكن كل الناس اللي هي مشابه فيهم او فيهم مشاكل يبدأ ان هو يرعبهم لو حد قلق او كده يبدأ ادي انزار السيارات بيبدأ ان هو يكون السيارة بشكل مذهل مذهل لان هو عشان يكون بشكل حلو لازم بيعالج واحد جيجا في الثانية واحد جيجا من data صور هو بيصور فيديوهات وصور وكل العلامات اللي حواليه مثل 30 و 30 درجة بحيث لو قط عدت يبدأ يحس بيها ويبدأ ان هو يتعلم معها ازاي فحاجة لان انا بشاركها بحاجة لو قلل من درجة الامام بتاعتها 99% لازم مركب حاجة 100% انا مش هينفع اقول له خد وصلني للشغل وانا حاس ان فيه مشكلة او خد بني وصله للمدرسة وانا حاس ان فيه مشكلة لازم يكون في 100% امام طيب الزكاة الاصناعي ايه هو زكاة الاصناعي قلنا ان هو يبدأ يفكر زي الانساب طيب عندنا فيه انواع كثيرة اللي هو النوع الضيق اللي هو حاجة واحدة بس تمام هو متخصص في مجال واحد بس يعني هو هيتبرمج على حاجة معينة فيه زكاة الاصناع العام اللي هو بيقدر يعمل اي مهمة فكرة فيه بقى الزكاة الفائق وده مش مقربين منه خالص يعني احنا موجودين دلوقتي في رقم اثنين زكاة الاصناعي فائق ان هو يفكر افضل من الانسان دي حتى الان مش مقربين منها انهاء طيب هنلاقي جوا زكاة الاصناعي حاجة اسمها التعلم الالة اللي هو ايه تعلم الالة ان هو يقدر يتعلم من النوع ان هو يرقبك هو شافل ان انت مثلا وانت بتصمم بيت بتحط بواب بشكل معين هو مش فاهم ليه بس خلاص هو حفز انه لما فيه غرف يبقى لازم هتحط فيه باب و هتحط فيه شباك و هتحط فيه كل الحاجات دي ده فتعلم الالة هو جزء من الزكاة الاصناعي جزء مهم جدا من انواع زكاة الاصناعي الزكاة الاصناعي انواع كثيرة جدا منه من نوع اللي هو تعلم الالة المشين ليرنج فالمشين ليرنج ده ان الالة هتبدأ انها تتعلم مثلا حد يسوق فهي بتبدأ تتعلم من السواق بتاعته حد مثلا داخل شات زي شات جي بيتي فبتبدأ ان ان انت تتكلم معاه وبيبدأ ان هو يتعلم من كل مرة انت تتكلم فيها انت بتدربه فهي بتتشكل قدرة الالة على تحليل بيانات وده نوع من انواع الزكاة الاصناعي يعني الزكاة الاصناعي جزء منه اللي هو التعلم الالة وتخيل مثلا ان انت وانت شغال بالطبقة كود معين هو يبدأ يتعلم الكود دوت يعني الكود الحريق مثلا ففهم ان انت متزم بالقاعد معينة يبدأ انه يحققها ودي انا شفتها فعلا في بعض البرامج سنة 2009 اخيل انا شفت البرامج بتشغل بالشكل دوت تقدر تقول له مثلا ايه طب انا عندي لايتنج عايز اوزع الشيطة معينة اوكي يبدأ ان هو ياخد الكود ويبدأ ان هو يشتغل بها والتزم بالكود انا عندي حاجات مثلا مثلا عايز اوزع فاير فايتنج اسبر لينكلر بتاع الحريق اذا كان ايه يبدأ ان هو يوزع القرار الشرط فجزء مهم جدا اللي هو التعلم الالي لانه هيوفرق وقت كتير عندنا هنا الماشين ليرنج بيبقى فيه انواع كتيرة بس اهم من ثلاث انواع السوبرفايزت ليرنج والان سوبرفايزت ليرنج والري انفورسمنت ليرنج عبارة عن ايه بقى الحاجات ديات السوبرفايزت ليرنج انا هتدي له الحاجة خلي بالك دي قطة خلي بالك ده كلب خلي بالك دي قطة دي كلب دي قطة دي كلب فهو اوتوماتيك خلاص المفروب بقى ايه؟ لما ادي له الصورة بعد كده يقول لي دي قطة ولا كلب خلي بالك ان الطفل لو ورده خمسة صور لقطة وخمسة صور لكلاب هتعرفهم الطفل العام سنتين انما الكمبيوتر لازم ادي له 10 تلاف صورة ادي له صور كتير جدا اقول له دي كذا ودي كذا فانا عملت ايه؟ ادي له المعلومات منظمة ان سوبرفايزت ليرنج لأ انا بدي له الصور وقول له كتشف انت ايه الحاجة ازاي هتقدر انت تتفرق بين الاثنين ايه الحاجات المميزة هنا ويه الحاجات المميزة هنا ولازم هيلاها كذا حاجة يعني ممكن نقول له ايه القطة حجمها صغير الكلاب حجمها كبير لأ ممكن تكون قطة كبيرة واو كلب صغير طب الودين طب الديل طب الدوافر طب يبدأ يشوف حاجات معينة ممكن احنا ما كناش برمجينه عليها او احنا نفسنا ما نعرفوهش يعني كان فيه بحث لسه مشهور السنة دي ان هو قدر يفرق قضحة العين بتاعت الرجل والست قالك فيه نقطة هنا مش موجودة هنا دي ما كناش نعرفوه طيب يعني هتدي له لعبة وانا مش عارف القواعد بتاعتها زي لعبة جول اللي احنا شفناها ونقول له ايه اتعلمها مع نفسك ويلعب ويخسر ويلعب ويخسر ويلعب ويخسر ويبدأ يكتشف بقى ازاي ان هو يلعب بشكل حلو دب انا خسرت ليه؟ خسرت عشان كرة دخل الجول خلاص يبقى انا لازم نصد الكرة ده reinforcement learning وده نوع من انواع زكاة السماعي الخطير جدا واغلب يعني انت لو فكرتك اتقول انا اسأل حاجة بتديره معلومات منظمة لكن اغلب المعلومات اللي عندنا مش منظمة احنا لازم نستعين بال unsupervised learning لان هو فعلا كده يبقى انا ممكن اقول له ايه؟ اقول له خد تفاحة بكتب له ان دي تفاحة يبقى ده supervised learning خد تفاحة دي تفاحة واجب له تفاحة خضرة وقول له دي تفاحة لونها غريب لا ده دي في مشكلة لأ ال unsupervised learning هدد له السبق كله في فكهة وقول له ايه بدي انت تعرف فيبدأ يقول لي والله الحاجة الطويلة دي السفرة دي ده موس انا مرتلوش هو هيقول لي ان دي مجموعة الوحدية اقول له اه دي سميها موس طب وده تفاحة وده مثلا بقى هكذا فيبدأ ان هو يفرق من نفسه فده الفرق بين السوبرفاست learning وال unsupervised learning مثلا السوبرفاست learning ان انا هتدي له وقول له خلي بالك ان ده فيلا ده بيت ده كذا ده كذا ال unsupervised learning هتدي له صور كلها وهله بقى ايه؟ ابدأ اعمل لي clustering يعني يبدأ يحط لي دي مجموعة ودي مجموعة ودي مجموعة تمام؟ في السوبرفاست learning بعد كده يبدأ ان هو يضرب على الصور بس بياخد مني مجهود ال unsupervised learning دي بقى داتا كتير قوي هدل له الفولدر وقول له ايه؟ عيش مع نفسك طيب ده مثلا انا برنامج ده ستقته عندي وقول له ابدأ شوفني وانا باشرب قهوة ولما تلايني باشرب ماسك كوباية اقول لي ان انت باشرب قهوة لو باش ماسك كوباية قول لي ان انت باش شارك ففعلا بدأ يتعرف المضاد ده مهم جدا ليه؟ ممكن اقول له مثلا ان اتعرف ان فيه نبات فيه مثلا حاجة مضرة يعني اي امراض تلعت عليك فاول ما تلاقي حاجة اللي قلتلك عليها كده ديني انسور فانت ماشي في المزرعة ومسك الموبايل ويبدأ يقول لك ان يخلي بدك ان فيه هنا حاجة مضرة ويبدأ يتعرف على الحاجات وكذا مثلا فيه الانعام عزاكم الله يبدأ مثلا عندك اراني معينة ممكن تكون فيه كاميرا بتصور ال 24 ساعة ولو اشتبهت في حاجة تبدأ انها تديك تنبيه الجميلة للموضوع ممكن تلاقي اه هنالك بتعامل المحاضرات عن التعلم القليل الاطفال يعني الموضوع مبقاش ايه محتاج اجهزة ضخمة لا ممكن الاطفال نفسهم يدعوا ان هم يتعلمهم يعني الاطفال نفسهم ليهم كرسات لتعلم الحاجة دين طيب خلينا نشوف كده ده مثلا البرنامج اللي اشتغلت عليه انا عندي ما شاء الله بنتين لين و تالية اللي اتنين توقم بس اللي اتنين بيش توقم متطابق فشغلت الكاميرا وصورت كده صورة للين وصورت كده صورة لتالية وبعد شوية قلت له اتدرب عليهم فهو بدأ يتدرب على المعلومات ده انصبر اه يعني نقدر نعتبره مزيج بين ده وده بدأ يفهم ويفرق بينهم بعد كده بدأت يقول له ايه طب من دي فبدأ يتعرف عليهم ولو غلط بقول له خلي بالك لا دي تالية بشلين وهكاس كلام ده فيديو انا كنت عامله انا هتبعث لكم البرزنتيشن ان شاء الله فهتدرب ان انتو تتابعوا الحاجات دي ده كنت بقول له مثلا انا مسكه باقي اهوب فيبدأ ان هو صورها يبدأ يفهم ان انا بشرب اهوب هل الموضوع ده ترفيهي ولا الموضوع ده مهم ليه ممكن مثلا في فترة بعد الكورونا وكان فيه ناس مثلا لابس المسك او بش المسك فهتدبق تقول له اه تفجل صور كتيرة وانا بش لابس المسك وصور وانا بش لابس المسك وقرم بينهم ولو لقيت حد في الكاميرا بش لابس المسك ابدأ ادي تنبيه تمام انا اعمال له صور نفسي تمام انا اعمال له صور نفسي تقريبا 25 صورة وانا بشرب ماج وقهوة وانا بش مسك الماج وبعد كده بدأ هو يفهم ان دي الماج هو ده الفرق تمام وبدأ ان هو فعلا ادي له صور وبدأ ان هو يفهم ده مثلا الموقع ده الاصفال نفسهم يدر ان هم يستخدمون بقول له فرق مثلا انا معي مثلا في صوت فيبدأ ان هو خرق الصوت او حركة معينة او صور معينة انا اديت صور كتيرة تقريبا 25 صورة القطة و25 صورة الكلب وبدأ بعد كده ادي له صور هو مش يفهمش قبل كده فيبدأ يخلي باله ويبدأ ان هو يقول لي اه لا ده قطة او ده كلب بالنسبة كذا فالموضوع سهل جدا ينفع اصفال حتى يدعوهم هم يتعلموا على الموقع ده وقت اي اديت صور فعلا عندي صور دي فعلا اعملت فولدور جمعت في صور للقطة وصور للكلاب وقلت له تريننج مود ابدأ تضرب عليهم وبعد كده بدأت ادي له صور هو مش يفهمش قبل كده وهو هيقدر يفرق بينهم ممكن من خلال الصوت نوع الميوزك اللي شغال او الحركة اللي انا هعملها الموضوع سهل جدا وبسيط شرحته على البيم قريبية بالتفصيل فيديوهات ازاي ان احنا نعمل التصديق وندرب الذكاء اصناعي على حاجات مش مندرب عليها على حاجات خاصة بينا يعني نبدأ ان ندينه مثلا مثلا مزارة مسجد تمام طب اعرف لدي كانت في العصر العثماني ولا العصر المملوكي او التراث بتاعها فهو يبقى ان هو يتعرف عليها الموضوع فعلا شايق يعني ازاي قسمها زي ما احنا شوفنا من زمان جدا لكن كان محتاج اجهزة عملاقة كان محتاج برمجة كان محتاج حشوك تل اوت بلوقتي الموضوع بقى سهل جدا ووسيط جدا عن الاوت تمام اهو ده مثلا عايزي سعر بيت ايه الحاجة الاسب نتبالنا مثلا المساح فخلص اول ما تلاقي المساحة دي افترد سعر في اللي لا عايزين نحطع عناصر تانية عطد الغرف مثلا النوع الحمام المكان ده موجود فين تاريخيا البناء امتى الجرام بتوعك فتبدأ كل شوية تديله بيانات بحيث يقدر يديك سعر المبنى بشكل حيث ممكن نبدأ نتديله معنوات الطاقس بتاع كل يوم هو اوتوماتيك يبدأ استندج ان يتنبأ بالطاقس بعد كده طيب نخش بقى حاجة اسمها التعلم العميق احنا عندنا الذكاء الاصناعي جزء منه التعلم الايلي وفيه اجزاء تانية كتير حاجة اسمه التعلم العميق او الديبليارنج اللي هو عباره عن ايه؟ انه هو بيوجد نظريات وخبرزميات انا مش اقيله عليها يعني هو بيبدأ انه هو يفكر مع نفسه الفرق بين التعلم العميق والماشين ليرنج فيه حاجة اسمها الهيدن لير هنشوفها مع بعض ان فيه طبقات الادخل وطبقات للخروج المعلومة هو بقى فيه ليرات في النص في التعلم العميق احنا مش شايفينها وشايفين هو فكر فيها ازاي وده خطورة رهيبة جدا يعني انا لو خليت الزكاء الاصطناعي خليت الزكاء الاصطناعي ياخد قرار بالحرب او عدم الحرب او يضرب نار او كذا او كذا وده على الفعل اكرا الاحتلال اللي موجود في فلسطين بدأ يستخدم الزكاء الاصطناعي في ان هو لو حد ماشي ومسك توبة او لابس عالم فلسطين يبدأ يتعامل معايا وحدات ازاي كده لكن هما بدأوا يستخدمها في احنا لازم نفهمها ونستخدمها بشكل افضل منهم بإذن الله فهو هياخد قرار بالحرب ان اعنا حاجة انا مش عارفها يعني ممكن ناخد قرار في فيلم كده عن مغامرين وصبادر مان حاجة زي كده الرجل عنده نظرية معينة ان هو يدمر نص الكون اظن ان احنا سمعنا عنها كلنا وشاف ان احنا من الرحمة ان احنا نموت نص البشر عشان نص البشر تانين ويكفيهم الخائرات بتاعت ربنا دي نظرية وانا لقيت ناس كثيرة مكتنعين بها ناس كثيرة في امريكا واربا مكتنعين بها فقدر هو خد قرار ان هو يدمر جزء من البشرية او يقولك ان هموت ناس للناس اللي موجودة بلد معايا لقدر الله فده الفتورة بتاعتها ان هو ممكن ان يكون قرار بنان على حاجات انا مش فهمها في التعلم العميق هنشوف الخلايا هنعملها مع بعض دلوقتي الهدن لير في تجربة دول صور كلب الكلب ده typical دي معين ونحن مش عارفين فرق بينهم يعني هوا الاثنين typical من بعض طيب ازاي ان انا اقدر افرق بينهم الدول اللي زكاة الصناعي وقدر يفرق بينهم بالنسبة 100% صح الناس الخبروة بتوعب الكلاب ما بيعرفوش فرق والاثنين نفس الشكل طيب شفوه ان اسكاة الصناعي او التعلم العميق فرق بينهم من خلال ان الصور بتاعت الكلب كانت خلفية بتاعتها منزل والتاني فرق بينها بان الخلفية جاليت فقديم ما كنش عامل حسابنا في النوع الفكر كده نحن نقوم بتاعتها عشان بقى نتخيل الفكرة طيب خلينا نشوف مثلا حاجة اسمها سميلي فيس سميلي فيس بيبدأ يعمل ايه؟ ده انصور فازت ليرننج وبدله معلومات كتيرة وهو بيبدأ شوفه من المتشافين مع بعض فدول هيددهم لون معين دول قرابين من بعض فهيددهم لون معين فهيدده ان هو يفرق بينهم من خلال ان الصفات مشتركة فقدر ان انا اتحكم في المسافة بحيث ان لو قرابين من بعض اكتر من كده او ابعد من كده يديهم نفس الكلاستر او يحطوهم مع بعض بنفس المجموعة بعد ما نخلص اللون الاحمر ده يبدأ يدي دلون ودلون 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 ويبدأ ان هو يدي يفرق بينهم من خلال ان دول لهم خصائص مشتركة مع بعض طيب تعال بقى نشوف حاجة بقى الظريفة جدا هو بدأ دي ورقة بحثية برمجوا يعني زكاة صناعية للشرطة وزكاة صناعية للحرمية يعني الاثنين زكاة صناعية وقال لهم لعبوا مع بعض فبدأوا يجيبوا افكار ما كناش عم نليح سابنا فيها تمام يعني تخيل مثلا حرب بين دولتين وبدأوا يستخدموا الزكاة الصناعية فدول اللصوص أول ما بيبدأوا يجيبوا السندي دي ويقفل فالزكاة الصناعية الثانية بدأ يستخدم أدوات معينة عشان نقط نفوه الصور فبدأ الثاني يقولك أنا هسرق الحاجة اللي بيطلعوا بها دي قبل ما نبدأ اللعبة واحد فيهم استخدم الحاجة اللي هو بيطلع بها دي ان هو يخرج برا اللعبة ما كننوش عمل حسابه ان هو هامل كده التجارب بيجت يعني ممكن البشر تاخد منه وقت كتير انما ده ممكن تعمل ألف تجربة بالزكاة الصناعية في ثانية وتخليه يتعلم ولذلك الـ OpenAI بدأ يتعلم شكل حلو قوي لانه بدأ يخلوه يتكلم مع البشر كتير وهو الحاجات دي كلها فبدأ يعمل إنجاز بصوا ملاحظوا بقى الشكل اللي مدهبب ده فالشرطة بدأت تستخدمه انها تطلع تتوض عليهم تمام فاللصوص يقول لك لا خلاص احنا هناخد دي قبليهم اوه بدأ يخذها الأول بهذه كده لو الحرامية بدأت تستخدمها وتخرج برا للمكان خلاص بس احنا مش عايزين نلعب معاكم بدأوا يدربوا مثلا السيارة تغطية الكوية ده يقول له ايه طب تعلم تركني فعملت تقريبا ثلاثين ألف تجربة في خمسة دهيه وفي الاخد بدأت تعرف السواق تمام وبدأت تعرف السواق وبدأت على الكمبيوتر فما تقصروش حاجة قاعد يزو يعملوا تجربة فالأول ما كانتش عارفة تركن راحوا شربوا كوبات قهوة ورجعوا لأول العربية تعلمت الكوية ده وبدأت تعرف تصوه بشكل حال طيب نرجع ثاني هنا بدأت يبدأ انه يتعرف على الوجه بشكل أقوى فالذكار سماعي عنده يعني لير كتر مخفية تمام تعال نشوف حاجتين اتنين يتعلموا لعبة معينة مرة فيهم بالماشين ليرننج ومرة فيهم بالديم ليرننج ومرة فيهم بالديم ليرننج ديب ليرننج يعني الأوانية في الفيش ده كان خلوا الناس تبدأ انها تلعب مع الكمبيوتر وبدأ ان هو يتعلم من الناس وخد وقت شهور الناس يتلعب معها وبدأ يتعلم خطط منهم وبدأوا يخلوا الديب ليرنج يلعب مع الماشين ليرننج تتوقعوا مين اللي يكسبوا طيب أنا بس أشغل الرابط أولا ده كان open source ده لسوق فش ده open source وكان مهمته الماشين ليرنج بلعب مع الناس كتير تقدر تدخل على الموقع ده تستوك فيش وتحمل اللعبة دي وده تلعب شطرانج مع أصدقاء بلون بحيبه طيب فيه بقى alpha zero ده بيلعب برضو شطرانج بعد خلوه بقى بديب ليرنج يعني ما يلعبش مع حد ده هو يلعب مع نفسه ولو يلعب بقى قصاد الاستوك فيش والالفا zero هو اللي كسب التعلم العميق هو اللي فاس تمام سنة آآ الفين وعشرين بدأوا يلعبوا صوت بعض ويكسب اللي اتنين على الفاكرة تقدر ان انت تلعب فيهم وتلعب معاهم يعني زكاس 9 والتعلم العميق أثبت القوة بتاحتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لو في حتى عنده اي سؤال اتتوقف في الشات نحاول نجاوب علي ان شاء الله الزكاة الصناعة أخذ حقاً كثيراً جداً وساعدني في البرزينتيشا يعني أريد شيئاً معينة فأقول له ساعدني كده أعمل لي برزينتيشا محل من دلنا حاجات مثلاً لعبة ماريو خلو الزكاة الاصناعي يبدأ ان هو يلعب اللعبة دي ويكتشف من غير ما يقول له حاجة خالص يعني هو ما قالوش حاجة خالص قالوه خلوش يلعب اللعبة دي يعني باسم الله ده خلى نفسه لما بيخلط حاجة معينة بيموت ولما بيخلط حاجة تانية بيكبر فبدأ ان هو الزكاة دي المحاضرة مسجلة إن شاء الله الزكاة الاصناعي والآلة أو التعلم الإليuk الذكاة الاصناعي ده هو المظلة الكبيرة جزء منه وتعلم الإلي في اجزاء تانية جدا جدا جدًا دجوا زي تعرف على الوجوة زي تعرف على الكلمات��요 يعني لو عندك اي صورة فيها يبدأ ان هو يعرف الكلام ده ايه؟ ان هو يحاول صوت لكتابة او يحاول العكس حاول اكتابة لصوت كل دي انواع من انواع الزكاء الاصناعي وده تحتيه بيدرج بتعلم الالح وفيه طبعا الديجيبليار طيب اللعبة دي اخي كلنا عمسينها هديت حد ما لعبش اللعبة دي اللعبة دي فيه شريك تحت كده لما الكرة بتاخد فيه بيطلع فهو في الاول ما كانتش فاهم ان هو لازم يصد الكرة بعد كده لا نفسه بيخسر فبدأ يصد الكرة بعد فترة عرف ان هو لو الكرة دي تلعي فوق وعجبت تدرب فوق هيكسب كتير بسرعة فعنده دقة في ان هو يعمل القصة دي ان هو يخلي الكرة تطلع من اي فراغ وتبدأ انها تدرب طيب الشبكات العصبونية الاصناعية ده الفكرة اللي اديت دافع لازكاء الاصناعي اللي هو الان ان اي ان ارتفاشن ليورال نيتورك هو بدأوا يحاولوا يقلدوا الخلايا اللي موجودة في التماغي يعني هو كانت فيه قراء كتير جدا ازاي نعمل زكاء الاصناعي وفي الاخر قال لك احنا هنعمل القصة بتاعتك نحاول نقلد الخلايا وحتى هالان بيش قادرين يوصل لهم هما يقلدوا الخلايا بتاعت الإنسان فبيقلدوا الخلايا اللي موجودة فيه الفور بحيث ان هما يقدروا يعملوا الخلايا كده ايه عصبية تقدر انها تفكر حتى الان بعيد جدا عن الانسان تعال نشوفها ونصممها مع البحث طيب خليني اسهلها شوية ده هي الانبوت الانبوت ده ممكن يكون من خلال مثلا اللمس من خلال السمع عندنا معلومة تمام طيب ممكن اقول له ده انا عايز ازود شوية طيب عندي اكتر من امبوت او اكتر معلومة ممكن يكون كلها من خلال الكتابة او 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 عندي واحدة ممكن اقول لا الاوبوت عندي انواع كتير ده الابسط حاجة لا انا عايز بقى فيه حاجة في النص يعني ايه حاجة في النص يعني خلق hidden layer في النص هنشوفها مع بعض اها كل واحدة من دول بتاخد المعلومة وبعد كده هنا بتديها وزن يعني تقول له ايه حجم القطة مثلا تدي الوزن معايا قد كده وشكل الدوافر اديها وزن قد كده لانه بش هتبقى المعلومة 100% صح فيقول له لا ركز على المعلومة معينة اه بيه سؤال بيقول له ازاي هو بيلعب بيكتشفن وقصر زاي ما بتلعب اي لعبة بيبدا يقول لك انت خلي بالك فيه عندك صارة هنا تمام؟ ده الخلايا اللي احنا نتكلم فيها ده الانبوت وده الاوبوت في الاخر هيعرف ان ده اه مثلا الرجل ولا قدزر ما عندناش اكثر فيه الهيدن لير ده بيبدأ يوزن حيات كتير قوي بيبدأ يتعامل مع المعلومات ويحللها وكسس كتير قوي في الهيدن لير كل ما تزود الهيدن لير كل ما كنا الاجابة اقصر دقة ازاي يشعر انه بيخسر ان بيبقى فيه زي اي لعبة بتلعبها لما بتخسر بيبدأ ينديك بالسالب الكسبت بيبدأ ينديك بالمجب لنظرية الجذرة والعصائف البرامج المعينة هنتكلم عن برامج كتير جده فيه لما بدأوا يستعملوا الزكاة السماعي ظهرت مشاكل كتيره وبدأوا يحطوا كواعد عشان تغلبوا عليها يعني اخر حاجة حصلة من يومين الحكومة الأمريكية والأوروبية بدأت تجبر الشركات العملاقة مثل OpenAI و ديل اي ومد يورني وكل برامج اللي بتاع من الصور لازم تحط علامة مائية ما نشوفهاش تمام؟ علامة مائية ما نشوفهاش بس تقدر من خلالها البرامج تعرف ان الصورة دي معمولة بالذكاء الصناعي والصورة دي من الفابريكة فاول ما ترفع الصورة يبدأ يدبهك اه خلي بالك ان في صورة دي من الفابريك اول ما تفعل فيسبوك ما غير ما تحصل هو في علامة مائية انت عناك ما تشوفهاش يعني لير اسفل الصورة يعني مش هيبهوزك الصورة طيب يعني دي من ضمن الحاجات اللي بدأوا يشوف القصة دي في دول مثلا زي المرويج قالت لك خلاص احنا نقلل عادة ساعة الشجر ونخلي الزكاة اسمعنا الشغل معنا والمرتبات متقلش والمعاش يزيد يعني بدأوا يخدموا الناس يقولك ان انت ممكن تروح الشغل ساعة ساعتين وتاخد نفس المرتب في سؤال جميل انا عارف ان احنا طيب فكر في هل ممكن نفط يتحكم فيه؟ غالبا لا لان فكرة ان الزكاة الصناعي يحاول يستولي على حاجة او يحكم حاجة محتاجة ان انت تدي له مشاعر يعني نيرون وهتلر وكده عنده مشاعر معاينة احنا الخطورة ان حد يستخدمه خطأ يعني هو الزكاة صناعي ما عملش جرائم حتى الان لكن تم استخدامه في عمل جرائم يعني في ناس بدأت تستخدم تولز تحول صوتي لصوت حد مثلا تتعرفه ويكلمك ويقول وانا اكلمك واقول لك مثلا انا عم احتاجه في روس فتحولك روس فتكتشف ان انا روبوت مش انسان حي كمام؟ دي فكرة الخلايا العصبية اللي خلت فيه نقل كبيرة جدا في الزكاة اللي صناعها في موقع كثيرة قوي او احنا كنا شرحنا اكثر من حاجة هستطيع لكم الرابط في تقدر تستخدم زكاة صناعية يعمل لك السيدي قوية ويبدأ على سبيل المثال مثلا افتح اوبن اي اي وقل له انا عايز اعمل السيدي ويمشي مع واحدة واحدة هيبدأ اعمل لك حاجة هوا كويسة لكن في موقع كثيرة بتعمل القصة هي بتساعدة فيها طيب ده مثلا الزكاة الصناع هوا بدأ يبقى فيه الليارات كده بحيث انه في الاخير يقدر يستنتك حاجة ده اللي بيتامي بغير ما انت تشوفت تمام ان دي الخلايا اللي هي الامبوت المعلومة بتدخلها ممكن تدينه صور كتيرة تدينه لوحة كاد تدينه تسموت فيلال ويبدأ انه يشوف وفي الاخر هتلع لك المخرجات يقول لك الفرق بينه محارزة كده ممكن تزود الهدن الهير كل ما بتزود كل ما يبدأ ايو صلت لحاجة افضل وتشغل خلاص بيبدأ انه ياخد وقته وفي الاخر هتلع لك نتيجة دقيقة كنت انا عملت فيديو بقول اخوان احنا ساجين زي ما فيه انت فيروس يكون عندنا انت اي 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 يعني حاجة تقفش لو في اي تزوير في الصوت حد بتصير الصوت غلط وده ان شاء الله يتعامل قريب يعني هتلاقي حد عمل كده بنامج للانت اللي اذا كنت سمعين ان لو فيه ديب فيك حد بيزور يبدأ انه ينبهك ان الاتصال ده غير حقيقية او الصورة ده غير حقيقية او في الاوتبوت هيبدأ باقي يديك المعلومة حقيقية زي مثلا ايه انت عندك خريطة معينة وعايك تعرف اماكن البيوت واماكن الشوارع والحاجات دي كلها فاذا كنت لا يبدأ انه بها في حاجة زي هنا مثلا على المسال بديله مثلا معلومة معينة بديله صور كتيرة ويبدأ انه يفرق وفي الاخر مثلا بي الامبوت لير يبدأ بقى يدرس الشعر يدرس العين وفي الاخر يكتشف من الشخص دو فيه هيدن لير كتيرة في الاخر بيطلع له النتيجة او اضبوت لير بالشخص ده مثلا فلان او مسموح لانه يدخل المكان ده او غير مسموح لانه يدخل المكان ده عندنا سميه شبكات الحصوم التولدية الاسم نفس الترجمة يمكن أن يكون غريبة جميلة في البرسل نتورك في عبارة عن موضوع ذكي جدا جدا عبارة عن موضوع ذكي جزئين فيه جزء يبتكر صور جديدة وجزء الثاني يبدأ أنه يطلق له غلطات يقول له خلي بالك أن الصوابع ليس حقيقة فهيرجع له يقول له أعملها تاني يعني فيه شبكتين عصبيتين بيلعبوا لعبة مع بعض واحد يحاول دخل جون واحد يحاول صد لحد ما يتدرب أنه يعمل صورة خطيرة يعني فكرة سهلة جدا لكن فعلا عمل قافضة جدا في الزكاة الاصطناعي يعني حتى فيه القبراء يقول له أن دي أروع فكرة في فكرة التعلم الآلي والزكاة الاصطناعي هو على الفكرة الزكاة الاصطناعي بيش الاصطناعي نحن لا نتكلم industrial نتكلم artificial أنه تحاول تقلط حاجة موجودة كأن هناك لوحة جميلة وتقول له أنا أريد أن تقلد لي لوحة اللي ناردة فينشي أو أريد أن تقلد لوحة مثلا بكاسم أو الحاجات دي كلها هناك سؤال يقول هل في فكرة في المسابل أن الروبوتية تتحكم في البشر لا الأصل بيش موجود لكن أن حد يستخدم الزكاة الاصطناعي فيما هو يقضي على أي معرضين له أو يستخدمه كسياسيا غلط أو كده يطبق الحكم بتاعه يعني تخيل أن هتلر مثلا نوصل للحاجات كده بزكاة الاصطناعي وقدر أنه يجبر الناس كلها تسمع كلامه وأي حد يفكر أنه يعرضه يقدر يقفشه حتى مثلا لو لابس ماسك من خلال العين يقدر يقفشه مثل يعيش الله رحمه يقفشه من خلال نبرة الصوت الأجهزة التلفناعي كلها بدأت ترى صوت معين يعني هذه الأجهزة قوية جدا نضغط أنها موجودة 3D يعني أقضي له كلمة يبدأ أنه يعملها 3D ليس 2D دي أنواع كتيرة من الخلايا من شبكات العصبية كل واحدة من دول فيها كتب كل واحدة من دول عمثلين حاجة رهيبة دي بقى الشوكة العصبية لما يبعد بصورة قطة يبدأ أنه يدرس المخالب ويدرس العين ويدرس الودان ويدرس كل حاجة تحيث لو اديت صورة هو مش ماشرة بكده يبدأ أنه يخلي باله من النحن يبدأ يقول لك يبدأ الثيور يبدأ أنه يشوفها ويدرس كل حاجة ويدرس كل حاجة ويدرس كل حاجة ويدرس كل حاجة ده بيرد أو سونسيت أو دوج أو كات أو حاجة ده كلها وممكن لو أردتنا مثلا يرسم لي بيرد في جاء الصبح يبدأ يجيب صورة بيرد ويدنجها معه السونسيت الزكاة السمع بقى موجود في الفوتشوب دلوقتي في النسخة الرسمية من 3.4 متر واحدة لها كان مزالين نسخة بيتا ودلوقتي بقت النسخة الأصلية نفسها لو عملت updated موجودة فيها او بدأ مثلا تعرف على الوجوه على العرضيات على الفيالة على المقاعد خلص الزكاة السمع بيقدر تقريب حاجة ده العربية وهي ماشية بتدرس كل حاجة حواليها لدرجة من أنه شفت مجالة تايمز منزلة أفضل افطراعات في سنة 2020 كانت تقريب من الحاجات اللي خاصة للزكاة السمع ان انت تصور العربية فييبدأ يجيب لك ايه الخطأ اللي فيها يقارب بين الصور الأصلية من بره يقول لك او في مشكلة تفتح الكبوت وتصور يبدأ يقول لك خلي بالك ان يكون مشكلة فبدأ الزكاة السمعية يسيعي دي حيلة معينة ان الزكاة السمعية يتعرف على كل حاجة في الصورة اللي هي على الشمال ديت عارف ان ده شخص وعارف ان ده لبطبه وعارف ان ده ستير وان ده تيفي عارف كل حاجة موجودة فحطنا له بس صورة فيل فبدأ يحصل عنده تشوش بدأ في بعض الحاجات تطلع معه خطأ ليه؟ لان يعني الفيل ده بيش هبقود في البيت هيتكسر فبدأ ان معرفش مثلا الكرسي كان هنا مثلا قاد شير هنا بدأ يبقى حاجة تانية ف دي كده حقيقة كده من ضمن الحيال انه ممكن نلعب فيها مع زكاة السمع لو احنا عايزين نعمل مقاومة للزكاة السمعية حسنا حسنا هنبدأ بنا نتكلم في الجانب العملي اللي هو الناس كلها تحبوا اللي هو ايه برامج اللي ممكن ان انا استخدمها في الزكاة السمعية حسنا هنا سؤال جميل هل ممكن نستعمل الزكاة السمعية في المعالجة المية؟ اه طبعا فيه حاجة كثيرة جدا ممكن على مستوى المحطات نفسها وعلى مستوى البيوت نفسها ممكن تعمل سمارت او هوم يقدر تحكم لك في المية وتحكم لك يريب لك الحاجات وينبهك ان فيه استهلاك أكثر حاجة معينة من الحاجات دي كلها فممكن نستخدم الزكاة السمعية في تقليل استعلاك المية ممكن مثلا اوتوماتيك نحط السنسور معينة ان لو المية مصلحة فضل طويلة اوتوماتيك يقفلها لو مفيش حد في الاوضاء اوتوماتيك يقفل التكييف اه في الناس انا مستوى كنتم مع حد ما بيحاب يشتكوا البيتي لأي ما فيش هوا سياح فكان بيسيب التكييف طول اليوم يعني هو في شغل 8 ساعات 10 ساعات لا دلوقتي بقى اوتوماتيك ممكن تربط الموبايل بتاعك باللوكيشن بحيث ان اول ما اتقرب من البيت مثلا 200 متر او 500 متر يبدأ تكييف اشتغل اوتوماتيك من غير ما تدوس عليه حال فلس طيب فيه حد يسأل سؤال السؤال ده انا كنت اعمل عنه فيديو اللي هو هالكاميرات السرعة على التطور مثل كلا سمعي اه طبعا فيها دلوقتي بقيت حاجات كتيرة يعني لسه نزلين ان لو انت بش لابس الحزام مثلا ازاي يقدر يفرق انت لابس حزام او لابس حزام ازاي يفرق ان الشخص اللي قاعد سنه قليل يعني سنه مثلا باين عليه اقل من 14 سنة ومنفعش يونا على كورس اللي كان بالسواق والمشكلة الاكبر هو السواق او ازاي يقدر يفرق ان انت مثلا كان لسه نزل قانون ده من كام يوم الحزام او او لو انت مسك الموبايل وسايق لو انت مسك الموبايل وسايق يبدأ يقفشك من خلال نوع جاب صور كتيرة لحاجات غلط وبدأ يغزي زكاة اسماعي وقال له لما تلاقي حاجة من دول غلط نبهني فلو مسك الموبايل وانت سايق خلاص اتخذت من خلفها ودفعت مبلغ حل اسمها كاميرات الانزباط تماما شان صراحة فدي كلها بيتموجودة في حياتنا يعني الكاميرات الانزباط او اللي هو بيراء بالسرعة بقى فيها حاجة كتيرة جدا وفي بعض الاماكن مثلا بزي السعودية بدا يحط فيها لو انت بتشرب شاي او كارك يعني شاي بلغة خلاص هو يلقطك لو انت مثلا حاطة اتباع كده يعني بتغسل بتاع على شاعرك بتاع بيبدأ اوه ده مكنش تريد مركز اتباع تماما فالموضوع اصبح اساسي يعني كل حد بحاول انه يستخدمه في شغل طيب تعال بقى نشوفه في الشغل عندنا مثلا قبل ما نبدأ المشروع اننا لسه ما عنديش اي فكرة وعايزة عند حاجة جديدة ومختلفة فعندنا مثلا شهر جي بيتي اظن كلنا استخدامنا حد استخدم شهر جي بيتي ممكن اوه شاي سادة طيب حد استخدم شهر جي بيتي انتهي لكلنا استخدمنا يعني ان هو بعد بعض البلاد لكن ما حدش بيته يعني بيكل ليش اتشغل ببيين وحاجات زى كده اكتبوه لنا في الكومنتات يعني لو حد اتشغل به او يعني عجبك شهر جي بيتي او ما عجبك شي كمان؟ طيب انت لسه بتفكر فممكن تكتب علشات جي بي تي وتبدأ ان انت تتردش معي انا كنت شغلت في مشروع مثلا والمشروع لازم يكون style hint يعني كان حاجة كده بفعل بقطر بس هو ال style بتاعه هندي لان هي مدرسة هندية او صفارة هندية فالحاجات دي طيب سهل جدا للإستخدام واللزيز وكل حاجة الورد نفسه بقى في حاجة اسمه مكتب صفت يعني بدأ ان الورد والإكسل اللي هم طبع مكتب صفت مكتب صفت مكتب صفت دافع صفت كده جدا تمام؟ بحيث ان بدأوا يستثمروا وبدأ يشغلوا فيه الأوفيس تمام؟ بيطلع نتاج غلط هو حلو او السؤال ده طيب شغل بتي انا استخدامت كتير جدا وطلع المتاج كويس بيطلع نتاج غلط لأسباب لو انا معترف ان هو المتاج غلط عنده ممكن توصل لتبنيه في المئة فما ماتبتش عليه مئة في المئة وبزات له حاجة ما لازم ترجع وراه كلمة كلمة لازم ترجع وراه لأ ما بيديش نتاج جوجل نفسه هو بيقرأ بيقرأ افضل خمس ست نتاج هو بشو متوصل بالنت هو خد الحاجات دي كله هو عدمها وبيبدأ ان هو يدمجاملك في المقالة ويبدأ ان هو يكتاب انا استعملت مثلا لأنا عايز فكرة معينة طب انا عايز افضل حاجة معينة في يبدأ ان هو يدارة تسمعك ما يكتب ستكوب بايلوت زي ما قلنا موجود جوه الورد واللبسيل بحيث ممكن تروح معلم وتقول له انا عايزك تكتب لي مقالة معينة حمد جورني ودل اي وفا فلاي هنبدأ نشوف كل واحدة من الدول ونشغل عليه او ابن اي هاي لو بيتكلموا في حاجة قوية بالنسبة له هتلاقيه قوي فيها او اتغزة بشكل حلو يعني مثلا اذا جاء صناعي لما تيجي تقول له زواء حديد هيتجيب لك نتاج حلوة لان هو قرأ كتير في زواء حديد وفهم الناس كتير سألته عن زواء حديد فبدأ يدور عليها وبدأ يخهم الفكرة التاحة لو كتبت له حسن فاتحي انا بحب حسن فاتحي قد نزوه حديد لكن قليل اللي كلموا عن حسن فاتحي فبشاديك نتيجة كويسة تمام فيه ناس بتقول ان جوجل بارد افضل منه افضل منه حاجات فحاجات ممكن يكون استخدامك افضل لجوجل بارد استخدام جوجل بارد ما بقول لكش ان جوجل بارد وحشي بالعكس ناس تقول ان التاريخ الحديثة والحديثة كلها ممكن تستخدم ده وده ماشي خلينا كده نشوف الشريحة اللي بعد كده دي حاجة اسمها كلها large language model يعني موديل بيفنم ازاي يتكلم مع البشر وده كانت اكتر حاجة رخمة او اكتر حاجة الكمبيوتر بشقدر يدخلها عندنا هنا جوجل بارد عندنا بينك تقدر انت تسأله عندنا شات جي بي تي اميتا اللي يطعت التاسبوك اعمل حاجة اسمها لامة و جوجل بارده هو في حاجة اسمها بوي 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 بي او اي دوت كوم هتلاقي في شات جي بي تي و هتلاقي في حاجة كذا حاجة في هاجينج كيس ده موكوع سورس تقدر انت تفعل من الشات معي انت بقى ممكن تجرب نفس السؤال ثلاثة و تشوف اي نتيجة فيهم اللي اعجبك تمام انت بعد كده ممكن تتعصب لجوجل ممكن تتعصب لشات جي بي تي تتعصب اللي انت شايفو استخدموه حاجة يقول لكم اصدنا تمام طيب ايه الفرق بين المحرك البحث تمام والشات جي بي تي او البارد او الحاجات دي كلها مثلا انا كنت عايز اتشغل على برنامج معين لك البرامج ده ما اشتغلش عندي على الكمبيتا فقلت ده بالنظرة بتاعت ميتا اللي هي الفرشور الرياليتي ما اشتغلتش فانا مش عارف ما اشتغلتش ليه فلو انا بدور في جوجل لازم اعمل سيرش على امكانيات الحاجة اللي ما خد تستغل واعمل سيرش على امكانيات الجاس بتاعي وابدأ اقارن بين الاثنين واحد واحد وده هيخد وقت اكتير قوي لأ انا بديته لامكانيات الاثنين وابط له قارن بينهم وقول لي انا الاحسن فوفر لي وقت كتير ممكن مثلا انا عايز تشيري حاجة معينة ومش عايز حاجاتها تقضي ولا تقضي في المساحة فممكن تتديله المعلومات وتتديله المساحة انت عايزها هو يبدأ يدرس لك وتجيب لك النتيجة على هو فبتصل معه وقت كتير قوي تمام؟ اي سؤال بيجيلي وانا معرفوش بيبدأ ان انا اسأل شاتز بيتي او اسأل جوجل برد انا تقضي وقت دي حاجات انا سألتها النهاردة تمام؟ فبدأ يجيب لي الإجابة وبدأ ان انا ممكن اعمله سيرشي ما تقولوش مثلا مسلا تعرف عن علي محمد علي او الحديد كلها لأ استخدامه انا مثلا انا في برنامج عايز اعمله ومش قادرة اكتبه كود حاجة صعبة شوية فقبط له اعمل لي الكود جاب لي النتيجة باش مزغوطة قبط له لا انا نتيجة لكير ساعد خطأ زي كده عدال هاي طب انت عامله بلغة البايسون انا عايز نفسك النتيجة بس بلغة الدوتس فعمله هاي ليه طب انا عايز كزع فبقد قدقت معا واحدة واحدة لحد ما اصلت الى النتيجة اللي انا عايزت دي الفيطة ماشي؟ جوجل برده هوت انا بستخدمه يوميا شات جي بي تي برده بستخدامه بشكل حلو قوي كتير قوي هتلاقي تمام؟ كل ما تنزل هتلاقي ان انا ايه؟ بستهلكه بشكل رهيب من ضمن الحاجات اللي تي شات جي بي تي فور ده اللي اصدار الحديث اللي هو بفلوس في امكانية مثلا ان انت تدي له ملف اكسيل وطوله حلال البيانات ديت فيبدأ يديك اشكال جمالية للملف الاكسيل او العكس تدي له لوحة معينة وطوله حلال البيانات فيبدأ ترى هكسيل مرة ديت الصورة فبعد ما ديت الصورة دي كانت صورة معمولة في سوق قلت له طب ايه حاجات دي فقال لي ده خيار وغزر وسمك وبتاع قلت له طب اعمل لي وصفة بقى اكل حلوة بالمكونات دي فبدأ يعمل لي وصفات اكل من القصة دي تمام فليه استغرامات كتيرة جدا يعني حتى تلاقي نفسك ايه مستمتع بردان به عندنا مثلا ميت جورني ده بيعمل الصور بشكل جميل تمام اه طبعا مكون لناس عمنا ميت جورني حد ما استعماش بالجورني اه طبعا ميت جورني اه ميت جورني بتديله بروميت ويبدأ يعمل لك تكس وده عمل مشكلة كتيرة في حد مثلا اه كتنسابقة وخد الجايزة وهو ما عملش حاجة ده هو قال له اعمل لي صورة شكلها حلو تمام فده عمل مشكلة بس لو انت عايز بدايل فيه بدايل كتيرة جدا فيه مواقع اسمه ليوناردو ده مواقع زميل جدا ويديه نوعات مفتوحة فيه مواقع زي ستيول ديفيجين ويب برضو ادي له اي بروميت يبدأ يعمل لك الصورة فانت ممكن تقول له انا عايز صورة مثلا خيالية للمبنى اسلامي وتكون موجود مثلا في المغرب طيب ده يجيب لك الصور هو ما خدهاش كوب بيست من اي مكان هو بدأ يكونها من خلال ما هو شاف صور كتيرة في المبنى المغرب ويبدأ ان هو يوريها لك ده مثلا ديل اي خلينا نقوم بكسب بكاين تمام بعد كده ديل اي ده مثلا صورت صورة طيب صورت صورة وبعد كده بقول له مثلا الصورة دي انا كانت الخلفية مثلا صحرة في الرندر اعمال هالي مثلا مباني خضراء فيبدأ ان هو يعمل هالي فده ال اي ده بستخدامه في الصور بتاعتي على طول اي حاجة ده عايزة اكتب له هنا انا عايز صورة كذا فيبدأ ان هو يعمل هالي مثلا اه دوج بلي ويز بيردس بيردس وفيه امكانية حيوقف ديل ايه ان ان انت تزدل صورة صغيرة وتقول له ايه تب وصع العدسة بتاعت الكاميرا عايز يشوف ايه المفروض يبقى موجود حوالي الصورة دي يعني ادي له صورة مثلا اي صورة من الصور اللي عملها اليونار دفنشة مثلا اقول له وصع لي العدسة فتبدأ يجيب لك صور حواليها ايه مثلا انا جاب لهو الكلب يلعب مع بيردس والسوا دي بيش صور حقيقي مالهاش حوق كوبرايتس ايه انا مثلا صورة اقول له انا عايز تحط لي حد يكرا كتاب جنب المكتبة ديت فبدأ اعمل هالي يعني دي حطت حاجات موجودها بكتب اديت صورة اقول له طب احط لي باب هنا فبدأ احط لي باب او اعمل لي كيتشين اديت صورة اقول له حواليها كتب تمام فبدأ اعمل لي الصور بشكل ده دي كلها مواقع البرزنتيشن فيها مواقع كثيرة حلوة جد شاء الله تعجبتو باسم فانا كده ادرت ان انا اولد افكار وادرت ان انا اولد في نفس الوقت صور للحاجة في الاخر انا لا صمم يعني في الاخر او بيعمل لي بس ايه تغذية بصرية بحيث ان انا افكر فكار مفكرش فعب كده فمحدش في افتكر ان لأ همشي الناس ويتخلي زكاة اصمعها هو اللي يعمل لأ في الاخر اللي هينفذ واللي هيختار الحاجة هو الانسان هو اللي يبقى بسرعة كل حاجة ده مثلا نسيبه الديجن ده 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 متجورني ادروا نفس الكلمة وشافه هنعمل صور ازايه كل واحدهم عملوا بشكل مستخدم لو انت كتبت نفس التكست او نفس البرومت اللي انا عمله هنعمل حاجة اخرى وقتلح البرومت ده بقى فيه حاجة اسمه برومت انجنير يعني فاناس بتكسب ثلوس من خلال انه بس يكتب التكست لمتجورني او يكتب التكست لاشعات جي بي تي وحاجات كلها فيه واحد ممكن يدخل ويقولك تبلي بيت شعر عن الزرافة وخلاص واحد تاني بيدخل يقولك تبلي خمسين كلمة بتوستطول الزرافة والتفترحات معينة والحاجات كلها فيديله نتيجة اجمل يعني ممكن تدخل وتقوله انا عايز تعمل لي صورة بيت عربي وتستطل واحد تاني يقوله انا عايز صورة بيت عربي ويكون فيه كذا وكذا وكذا ويبدأ يحط بعض الصفات بفكر حسن فتحي بفكر كذا ويبدأ ان هو يدربه انا ده تبقى ادرب زكاة سماعي على موقع ليوناردو على صور فرعنة او يعني لفظ الصحيح عصر الأسرات من الأسرة الأولى الأسرة الثلاثين بيخل بعض الصور بحيث لو اي حد رفع صورته يظهر بالطراز بتاع عصر الأسرات فالبروميت بقى حاجة مهمة جدا ان احنا نتدرب عليه ويسهل جدا جدا يعني ده موقع مثلا ممكن ان انت تدربه تبدأ تخش فيه بتلاقي بش موديل واحد زي شدي بتي لا تلاقي فيه ما يقارب من ألف موديل تقول له مثلا انا عايز حاجة كرتون طبعا انا عايز حاجة صورة تكون كذا عايز صورة سينمائية فيبدأ ان هو يعمل لك الصور باشكال جملة جدا ومثل ان هو تديك مكسورة كل يوم لكس ياب تدربه تعمل سيرش تقول له نعايز صور مثلا لصور باتمين فيبدأ يجيب لك الصور التعاملت للزكاء الاصناعي لباتمين يجيب لك صور كترة جدا وتقدر تشوف البروميت وتعلم منه ده موقع بقى بحوالك الحاجة السريدية يعني تقول له نعايز مثلا ايس كريم فيجيب لك سري دي وليسة حوالين ادوب فاير فلاي دي الحاجات دي اعملوها اونلاين وفي نفس الوقت تقدر نسي تلاقيها في ال بيتموجز الوقت في فتشوب والادوب برمير والحديد بالله فيه حد يجيس امان ساحمد دراماتران بيسال هل الصور اللو بيستخدها دي لأشخاص حقيقية لا هو بيخد صور ويعدل عليها بليف مثلا من الصورة يجب ان تبقى كذا وكذا اعمل لك الصورة بشكل جميل يعني مفيش هو طبعي يعني مش هتلاقي صور اللي بقى لو يخرب شبه 40 يعني فيه مواقع بيقول لك ان هجيب لك صور لناس شبهك بالضبط في بلاد تانية فهو بطش يابه بس هو ما يخدش الصور بكوبه بس ادوب فاير فلاي بقى موجود ان انت تعمل سليكت مثلا على جزء من الصورة وتقول له حط لي مبنى هنا او حط لي هرم هنا وده بقى موجود في توت شوب والحاجات ده كلها تكست واميج او جناريتي فل جناريتي فل يعني ايه؟ يعني الشخص ده مثلا لابس جاكت تقول لك يلبس مثلا بدلة فايدا يلبسه بدلة تمام كل ده واللاي من غير ما استلطى بقي حاجة خالصة وده عجبتنا او تكست افكتس في الفاير فلاي بتديله مثلا كلمة معانا وتقول له اعملها لي على شكل مثلا انا قلت له مثلا على شكل تراهوني فبدأ ياخد الاسم ويبدأ انه يعمله بشكل جميل محرك بنج بقى بقى ان انت تعمل صور تقول له اي كلمة يبدأ اعمل لك صور زي بمجورلي فاللارج لانجوتش موديل ده بقى شيء اساسي وانا بفكر في اي حاجة يعني بفكر معي كاني بطست بشخص خبير وببدأ ان انا اناقشه في الاخر رأي الخبير ده غير ملزم ليه وفي الاخر لو حصل حاجة انا المسؤول بش رأي الخبير يعني ما تفكرش ان لما تحصل مشكلة والله انا استعملت في الزكاة الاصناعي لا انت المسؤول ده مثلا الموقع عربي اسمه كاتب ده عبارة عن انت في حدا لسه سؤال ممكن هل يمكن استفادة بالتسويق وحملات تسويق في السوشال ميديا اه الموقع مثلا اللي احنا فاتحين دلوقتي كاتب تقدر تقول له اعمل لي حاجة لانستجرام اعمل لي حاجة لفيسبوك يبدأ يكتب لك حاجة في من ضمنها مثلا الكاتب دوت تقول له هديك منتج في امازون وانت عملي دعاية ليه فيبدأ عمليك دعاية ليه بشكل حيث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ألو سنة واحدة عام نشوف الثاني ألو سنة واحدة عام نشوف الثاني أول ما استخدم الشيء التاب اللي نوفي عليها لفترة مثلا نصف ساعة أو ساعة فده للحظر قناسي هذه أداية بحيث أنه ساعة بستخدم تابس كثيرة فهو اوتوماتيك بفيلها عشان ما تساركش في الربات لأن الجوة الكورون من ضمن الحياة الصعبة جداً في الموضوع الرمات نكمل موقع كاتب ده موقع عربي تقدر تدخل تقول له كتب لي مقالة يبقى كتب لك المقالة كاملة تمام يستوى كده شغال ألو أشماند صامر أشماند صامر حضرتك قافل الصوت أيوة كده الصوت رجع او او تمام هو الفكرة أن في أداة أدنس أنا مستطابها وهو جوجل كروم لو أنا ما استعملتش التابة لفترة بتروح أفليها فعشان كده راح أقفل مت فإن شاء الله دلوقتي نرجع بإزم الله عبد الزرع نخاف أدوات طيب من ضمن الأدوات برضو اللي ممكن تساعدنا في أن احنا عندنا مثلا مكان وعايزين نبدأ نشغل به حاجة اسمها تستفت اي 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 دي عبر عن ايه؟ تستفت اي اي بتدله حتى أرض ويبقى ان هو يوريها لك بقدر توزع ازاي؟ هنتكلم عنها بس خلنا نوريكم الفيديو بتاعها ايه وموجودة ايهم تماما هاول يقدر توزع ت parse و تقول له إtezده إي اسمها لي ، فابدده إن هو اسمها لي ويبدئ إن هو يقول لك ماذا لو عملين pants بشكل داشت Одacity تفهم لديك انا اقسم في شكل فلمي يبدأ يقسم لك كل التقسامات اللي جوه ويبدأ يضع لك الجراش وممكن تقول لك لك انا اعني نسبة الجراش تبقى 20% بشوية 10% فيبدأ ان هو يقسم لك كل بقية الحاجات يعني دخلنا انت عملك تصميم وحصل تعديل هو اوتوماتيك يعدل لك كل التعدلات اللي انت عايزة تمام؟ في شريحة لي مخصوص من ضمن الادواء ده مثلا انا 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 شات ميند الشات ميند ده أنا كتبت له فقط كده أنا أريد شط مينت عن الذكاء السماعية فجاب لي كل فروح الذكاء السماعية بدأ يعمل هو عمل كل ده من غير أي جهد مني انت مثلا عايز تحفيز الكراءة تبدأ بس تكتب الكلمة دي وهو يبدأ يحط لك كل الكلام يعني مش انت بيش 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 خانة خانة لا هو حط كل خانات فهو بدأ يستعين بشات جي بيتي ويقول له إيه الموضع الرقصية فبدأ يحط له الموضع الرقصية و الموضع الفرعي أول ما تتعدي الحاجة يبدأ يدرس لك الجدول للصدرية بحيث ان البيوت دي مثلا ممكن تتباع اكثر او اقل لو احنا زودنا المساحة لو زودنا الارطفيع لو حطنا اماكن خضراء يبدأ يعمل لك الدراسة بشكل قوي هناك فيديو موجود في البيزنتيشن وتقدر ان انت تأخذ الموديل تضعه في الريبيت او الريبيت ترفعه هناك وبشين مستخدم وده برضو نفس الفكرة الناس عندها مثلا كافة ارض طب الافضل استخدمها مثلا فيلل ولا استخدمها ابراج ولا استخدمها ازاي فيبدأ يعمل لك الدراسة ولو انت عملت دليت لايه حاجة اوتوماتيك يزبط لك كل الاماكن التانية ده موقع اسم ميكونيكس الموقع دوت المبرمجين اللي فيه مصريين بتختار انت قطعة الارض اللي انت عايزها وتقول له انا عايز مثلا اعمالها فيلا طب انت عايزها كم دور بيبدأ ان هو انت اخترت بس المكان فبيقول لك طب اني ناحية اللي فيها الجران تمام السعودية فيلا اخترناها وبعد كده يبدأ يعمل لك اكتر من تصميم ويقرهم لك وانت تختار وهو بعد كده يعمل لك اوتوكات بالديمنشن بالابعاد بالفرنيتشار بكل حاجة يعني لو انت قلت له اقبال الغرفة دي يبدأ حطي لك كاراتسي زيادة في الفرنيتشار وتقدر تحمل ملف دوت عندك وتقدر ان انت تتعدل عليه زي متاسي اه ده بس صور لي انت بس انا بديك كذا دراسة لزينايت والرفت بينهم اسمه كونكس 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 كمام؟ طيب ده موقع ثاني كونكس الموقع دوت بيستعمل اذا تكسمع انت مثلا عايز تكتب العقدة وعايز تكتب الاي اي ار او عايز تعمل كذا فالموقع بلانر يدوت بيكتب لك الحاجات المنقصة ويبدأ يرجع لك على العقد بشكل حلو. تكتب بتاع المشروع يبدأ يحط فقال بالعقد بشكل حلو. الاسم المشروع يبدأ يغرب في كل المكان. طيب لحد بيقولي ان استيقاتها لان كنت تقولها بعض سؤال. هل ممكن استفادة بيجميع التسويق حاملات التسويق? موقع زي كاتب ممكن تدخل عليه وتقول له انا عايز اعمل اعلان عن حاجة معينة ممكن بتقشر البطاطس مثلا يبدأ انه يعمل هذا. ده موقع مثلا ترفع العقد يبدأ يجيب لك الصغرات اللي موجودة في العقد. ويساعدك في اكتابة العقد. طيب السيرفي في حاجة كتير جدا خاصة بدراسة الموقع. وتحليله وتتسياد من الليزر سكان اللي موجود. ده مثلا جيت اوبو بيبدأ يدرس المنظر الطبيعية الموجودة ويقدر انت تاخد المنظر وترفعه على البيم بس بش في كل اماكن يعني هو حاليا تشغل في اوروبا. فكل شوية بيبدأ يزود اماكن. لو احنا نتكلم مع التكنيكال سيرفي هتلاعي حاجة اسمها سبيس ميكر ده قوي جدا. وهايبر قوي وديلف قوي. طيب خلينا نشوف ايه مدى القوة بتاعتهم. هو هيسجل ان شاء الله وترفع. انا شايف ان هو بيتسجل دلوقتي. طيب الموقع ده موقع سطير. انا فجئت بيه. الموقع ده ان انت بتدي له اي موضل موجود عندك. تتلقوا تحت الارض وتقول له مثلا عايزها اربعة متر خمسة متر بارتفاع عشرين متر. ويبدأ هو بقى يعمل لك دراسة للرياح. دراسة للخرصانة. دراسة للتكييف. يعني عشرات الدراسات اللي هو بيعملها في ثواني. وبيعقل موجود موضوع. وبيعي دعا ملفات الافيسي. اسبيس ميكر. اسبيس ميكر لازم بتكلم عنه. اسبيس ميكر ده عشان نتكلم عنه ده محتاج يعني محاضرة من ثلاثة. اسبيس ميكر ده اونلاين. وفي نفس الوقت تقدر بتطيفه الريفت وتقدر ان تكفع ملفات في الريفت. بتدي له منطقة وتقول له طبعا انا عايز اقاسمها. بيكتر احليك تقسيمات. انت اخترت تقسيمها فيبدأ يقول لك دوضاء. يعني المكان هنا في دوضاء فهيبدأ يسمع هنا. لو رفع عملنا شارع في نص دوضاء هزيد. خلي شارع الجوة تبقى مش شارع يعني باركينج بس مش شارع العربات السريعة يعني متخليش طريق سريع عادل من نص. طب المكان ده هيشوف الاهرامات ولا هيشوف البحر ولا هيشوف كذا. طب لو قللت من كذا من رفع المباني هشوف افضل ولا لا. بيعمل لك دراسات قوي جدا. هتلاقي شرح الفيديو موجود هنا. عشان ايه ما ياخدش من وقت كيش. ايروكس بتحدى البيانات الجوية وتبدأ ان هي تفرزها وتدر ان انت سايفة كاد تشغل بها. طيب تعال نشوف. ده مثلا تول كوف ده بيدرس لك الشمس بحيس يقول لك ان الشمس بالتصميم دوت مش هتتقل في المباني واهضر ان انت تشغل كهرباء حوالي بزاكة. تمام? ماكت اي اي. ده بيقدر تنشئ به مخططات معمرية بسهولة. وبقل جاطر من البرمجة. ده موقع اسم تشغل بلو فوم. ده بيبدأ يدرس لك بسهولة جدا. اونلاين. الرياح والاضاءة والحاجات دي كلها بسهول مستهى صماعي. يسهل لك وقت كتير جدا. البدا متى بناخدها. تاخد من الوقت. لا بقى الموقع اونلاين. ترفع الملف وتبدأ ان انت تشوف الامنس بقى. ده عمل زي شجي كثير لكن للمعمريين يعني تقول لهم عايز اعمل كذا فيبدأ ان هو يعمل هي لك. تمام؟ عايز تقسيمه معينة عايز توزيع معينة فيبدأ ان هو سوف يساعدك فيها. اه اه ارتي تكست. فيه اه 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 جراف ده بيقدر تطور التصميم تقدر بتعمل افتر من التصميم وهو يقرب بينهم. ده بيقدر يخليك ترسم البلان فايندر بيرسم البلان بشكل اسرع. بتبدأ تدله تصميم بسيط وابدأ ان هو يطور لك فيه وابدأ ان هو يحصل لك فيه. ده كلاود بيبدأ ان هو يستخدم بيانات المشروع بحيس ان هو يساعدك في اتخاذ قرارات افضل. يعني كانك روح في الحد خبير وبدأ ان هو يديك اكتر حفظ. طيب فيه اه السكناتيك دزاين. لو احنا عملها من السكناتيك دزاين بيلاه عندنا واحد مفينش وبلانر وليه اوت. ده بيبدأ ان هو يساعدك في ان ترسم البلانات والمخطاط والسري دي. هنا مثلا ده بيدرس لك الحركة بتاعة الناس هتبقى عاملة ازاي. زي مثلا في الحرم المكي بيبوا عاملين حاجة زي كده. حس يدرس الزحابة. عايزين ندرس مثلا حاصل حريقة ناس حركة ازاي. طيب لو انت عايز تعمل سوار كويسة ممكن تسعين بيبقى بفاير فلاي ودل اي والميت جورني. وكوه هوم كوه هوم ده من البرامج القوي جدا اللي يعني الواحد بيش متخيله. لان هو بيبدأ يعمل لك الرندر مسلا بدل ما بياخد ساعة ممكن ياخد سويني. كوه هوم. التصميم فيه سهل جدا اونلاين من غير ما صوته بقى اي برامج خالص. ورندر بتاعه لحد الكبير معقول يعني. بيعمل لك التصميم بشكل جميل دوت. وسهل جدا. بمجرد بس تقول له انا عايز في النتر معين. درجة دروبت اللي اتحطت معين. عنده مكتبة قوي. طبعا المشكلة لو انت عايز حاجة اسبشيال وشغولة في المكتبة ديت. فاضطر بها ان انت اي تعملها مانويل بعدين. بس هو فيه يعني مكتبة حلوة ومكتبة كبيرة. وفيه شوية يعني جرافيكس موجودة حلوة في شورتها. في السيطانسة. وسواء لو انت عندك مثلا مخط تكياد وعايز ترفعه. بم وعايز ترفعه. عايز تدقم السيف. عندك صورة وعندك بدي اس. بيشتغل معك ما بيقولش لأ. طيب عايزين بقى مطورة الكونسيبت. عملاها عندنا اداية اسمها 3D جروب. وهو على فكرة فيه ادوات كتيرة للانشائي وفيه ادوات كتيرة للميكانيكا وفيه ادوات كتيرة للفهروة. فنحدش هي اداة. كل حاجة لازم موجودة انت افكر فيها وابدأ اشوفهم وابدأ اختار الحاجة اللي هتسهل عليك. يعني لو انت ادوات كتيرة بتشغل معك بتسهل النمزاجة. طبعا من ضمن الحاجات هي اسمها الجماريتو بديزاين. دي موجودة في براما كتيرة. زي الراينو زي الريبت. انت عندك مثلا منطقة وعايز تتوزحها. مثلا ممكن تكون هتوزع كراسي او هتوزع حاجة معينة. فبتبدأ ان انت بقى تقول له ايه القواعد اللي انا عايز تشغل عليها. ويبدأ ان هو يعمل هذا. تمام؟ يعني ممكن تقول له ايه انا عايز الكراسي نحية شبال. فيبدأ ان انا عايز مثلا التوزيع بالشكل فلاني. يبدأ يعمل لك التوزيع بشكل فلاني. في الاول مثلا لما تدي له مكان ممكن يقول لك الف اتراح. لما انا اقول لك جود ده معينة لا ده انا عايز الحاجات تبقى بالشكل فلاني او بل. بسطيل فلاني يبدأ بقى ايه يقل الابتراحات ده تلحاتي احنا عايزة. الجنانة ده موجود اصلا في الريفة حاليا. فتقدر انت مثلا. انا عايز اشوف الاتفاعات بتاعت المباني يبدأ ما هو يزبطها. وطالث سهلة يعني. الفكرة كلها هو يعتبر داينمو. اه في حد فين كوش اغال عالداينمو? الداينمو يعني زي برمجة بس يعني بيكون سهلة جدا. بيش محتاجة جود برمجة مرئية فالموضوع سهل جدا ويه بسيط ومبشر. وبرده الجرس صوبر من ضمن الادوات الكوية في الحاجزة كده. في حاجزة اسواب. اسواب دا بيعمل ايه? لو انت عندك التصميم بشكل دوت وعددت حيطه. اوتوماتيك يعدل الجوال حوايت ويعدل في الريتشور ويعدل بقيت حوايت. لغاية حمام يبدأ انه يزبطولك. زودت حمام. يعني يبدأ يعمل لك التصميم بشكل حل. فده ناس اشتغلت انها تفهموا. احنا بنحتاج ايه في الحال يومية بتاعتنا في التصميم بلهايتنا. وبرر له تصميم كثيرة. وهو يبدأ ان هو يعدل. يعني لو انت لغيت مثلا السلالم يبدأ يعمل لك السلالم في مكان تاني. لغيت الباب يعمل لك يعني بحيث ان تصميم بتاعك مبقاش في افطاء. زودت حيطه يبقى ان هو يشوف الحيطة دي مفلطة في عمل ازاي. السمت يعني كبرت القوضة يبدأ يحطيك في النشرف الاكتر. في الأماكن اللي انت زودتها. كيو بيك برضو بيساعدك في تخطيط تصميم الاعتراض. ده مثلا بيديك جنالات الزين اكتر من حاجة ويبدأ ان هو يعمل لهم مقارنة ويبدأ يقول لك افضل واحد فيهم ايه? احنا كنا ممكن ناخد مثلا نوين في كل اكتراح. ونعمل اكتراح ونعمل اكتراح تاني وناخد لنا مثلا سبعين ثلاثة نعمل مثلا ثلاثة اربعة اكتراحات. دلوقتي بقى بالجنالات الزين. ممكن يطلع لخمسين ديزاين مثلا في ساعة. ده مثلا برنامج بترفع له المخطط لتوكيد وهو يبدأ يعمل لك الدراسة للتخطيط المكاني. ويبدأ يعمل لك الدراسة للدوق اللي هيدخل. كل الغياح وكل حاجات دي. وهو البرنامج مجالي. ده برضو ديبسي ماب اكس نفس الفكرة. عندنا فنش سري دي. ده يعني سري دي بتقدر ان تتعدل في حاجة في يبدأ انه يعدل لك في كل حتة. يعني لو انا مثلا كبرت الغرفة وصغرت الغرفة هيبدأ ان هو يوزع لي الحاجات الداخلية. ده الموقع هو. اول ما تفتر حاجة بيبدأ ان هو يعمل لك الدراسة باعتها. ديبسي مجالة بس بتعدل الحيطة. يبدأ ان هو يزبط لك كل الترنتر. ممكن يحط لك غرفة زيادة يحزف غرفة. طيب ممكن تدي له مساحة الخارجية وهو يبدأ يعمل لك تصمات تانية جواه. ده برضو من ضمن الحاجات بيبدأ يعمل لك كزا مقترح وكل مقترح فيهم. يبدأ يعمل لك الدراسة بتاعته. حيث في الاخر تقول له لأ المتركيزي مثلا على الحاجة الصديقة البيئة. فيبدأ يجيب لك افضل واحد فيهم. هقال لك الحاجة الصديقة البيئة. اركت زايل. ده بيعمل لك خطة تفتيت للبناء ويبدأ يديك مزايا وخطة وطاقات ويقارن لك من اكثر من زايل. يعني لو انت مثلا يطلب منك بورج ممكن تحط بعض العوامل ويعمل لك ميت بورج. ولما يجي القلائن توريه ميت بورج كأنك كنت تشغلت في المتركيزي ثانا. ويبدأ هو يفتار أفضل حاجة بالنسبة لك. في موقع اسمه Archilade. يبدأ يحل لك البيئنات. رفعت له بخطوطات كنا عايزة بيدي اف. او صور حاجة زي كده. وبدأ يدريسها ويبدأ يقول لك إذا كان فيه أفضل. بعد كده هنلاقي فيه حاجات خاصة بالستيميطنج. تحاول لك أفضل التكلفة. في حاجات خاصة بالتنستركشل دروينج. زي مثلا سناب توت. ده بحيث مفاهمة بالبين. فيه أتمتة زكية بحيث لما تعمل حاجة يبدأ انه يديك طراحات الحاجات التانية ويعملها لك. نمزاجة برامطرية. من البرامج القوية خلينا نفتح الموقع. هل كل برامج القوية منجانية غالبا بتبقى تجربية. ده مثلا فروم سكيتش تو بيم. يعني تبتك الكلمة مثلا ما عايز مبنى يكون في المواصفات ديه. يعمل لك الشكل السريدي بيم تقدر تحمل الموضل كامل. يعني ده ما بزرنش في جهد كذبنا بس تيكست رح هو عمل لك المبنى كامل. انا عملت الموضوع ده مبارح ان انا بديته كلمة تكست كده رح اعمل لي كمان كمان. تقدر تكتب تقول مثلا انا عايز البيلدينج مناسب لنيويورك يبدأ يعمل لك الموضل. وتقدر تفتحه بعد كده على سريدي ماكس او على توم موشن على ريفت زي متعايز. ده موقع المنصب بتديك معلومات عن المواد المستخدمة وتقدر تدور بشكل حل. دي زي اي اي ده خاص بانشار. زي ما هنس بيستخدم دي زي اي اي دهن ان انت مثلا ده بتبدأ ان انت تصنيه وتبدأ شوف المزال فيه وبيوفر عليك وقت. يعني بدأ متعمل كل حاجة من الأول لا بتديله القواعد الرئاسية ويبدأ ان هو يعني يصمم لك ده التصبيب تعمل شوكا زي اي اوي هو بتتبقى يعني هو بيبقى غالبا على الكود الأمريكي وكود البريطاني لكن بديك إمكانية ان تتخصص الكود وتعمل حاجة فاصة بكسر طيب فيه حد بيسأل عام برامج تساعدت صلاب البحث العلمي فيه كتير تمام انا شرحت مثلا من جميع الموقع البحث العلمي لكن شاس دي بيبقى بالنسبة لي هو بوغل برضا حاجة السيئة اهو ده هنا بقى بيعمل لك التصاميم لكن فيه حاجات فاصة بينين ترفع ملاف البيدي ايب وتناقش البيدي ايب بالبحث العلمي ممكن تدله مثلا رسالة بحثية وتقول والله انا عايزك تناقشني فيها او عايز فيه اسم مثلا معينة انا مش عارفوا ادينا عنه معلومات او اختصار انا مش عارفوا ادينا عنه معلومات خلينا نشوف لك كده القناة مثل من رسالة تفضح انا مش عارفوا انا مش عارفوا اشياء طيب هتديكو شوات مواقع تدفع عليها البيدي ايكو وتنقشوه بس خلي بالك ما تدفعش حاجة تكون سدرية تعم؟ في شركة من شركات رفعت حاجة لسه منزلتاش السوق وبقت مفتوحة لناس كلها على شالزي بتي فخليك حذر او الموقعو بحمي اظن ان تكون موقع كنا اسمه استجد اي اتش او في كتير فكرة ان شاتجي بتي مفتوحة الناس تقدر انها تعمل برد من جواء فالما بقى اسهب كتير فانت ممكن ان تعمل موقع خاص بك وتربطه بالموسيقى الصماعي بمت يورني بشاتجي بتي دوجل برد فكرة ان اذا تعمل بها اوبن سورس وثوم نفسه بسهل كثير او العنب ترجمة نانسي قنقر مثل تجرب نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ماشي. نشوف بقية المواقع. برضو بمساعدة التصميم. بص دوت اي. ماشي كيد. ماشي كيد. ده خاص بقى بالقهرو ميكانيكال. ده انا اشتغلت عليه سنة تاتين وتسعة. ده بأيام حاجات اللي الريفت ما بيعملش هو بيكملها ويعملها. يعني تقدر تعمل سيليكت مثلا على بعض الحاجات تقول له طب عملي بقى ايه الساب بورطاب بتاعته او الهانجر. ممكن تقول له فيه كلاش حلل كلاش فيوجد حلول لها. ممكن تسأل لو فيه موقع ما معانا بداها عليها تسأل شاتجي بتي يقول له انا عايز موقع عن كذا. او تسأل جوجل برضا. انا ستعب لكم روابط اسفل الفيديو في اخرها هيساعدة. ويس بيم بتدينه مفتطاته دي هو حوالها لك لموديل بيم. عندما جربت ورفعت له شوال حاجات وفعلا يعني ازهرني بالنتيجة بتحت. بلانتو بيم يعني. بتدينه بس الحاجة هو يبدأ ان هو اعملها. ده فيديو للتجربة اللي عملتها. بتدينه فعلا حاجات توكيد من عند منع الجهاز. وراح قال لي استنى شوية كده مصد ديئة. وراح نجابها لي بيم. ده يساعدك تتخاذ القرار. لو انت عايز تعمل دراسة الجدوى ممكن الموقع ده في ده. ده يعمل لك تطوير تكنية زكاة صناعية. عشان تصمم شكل اسرق. هو بيبدأ يتعلم من التصميم الموجودة. ويساعدك في عمل تصميم الاحترافية. الموقع بتاعهم عمل شوية صور وحاجات جميلة. ده بتطوير التصميم براماتيك. البراماتيك يعني متونسك كتير قوي مع الانتداء اللي سماعي. ان انت بتحط فكرة وهو يبدأ يحط برامتر كتير ويبدأ انه يعادل زي احجام الغرف. هذا تفعل جدران في يعملك الاف النمازج في ثواني يبقى اللي جهة ممكن. اه الموقع ده ينقف عنه شوية. لان ده موقع اللي مصممه مصري. دكتور محمد عبد صفور. جامعة الجلالة. بعمل شوية حاجة قوي. يعني من ضمن حاجة مثلا. ان انت بتطويره سكيتش مرسوم بخط الايد يعمل لك رندر. يديك صورة مترندرة حقيقة. اكستيريور اي اي اي. انتيريور اي اي اي. صور اي مكان. حتى لو فاضي غرف بس كده. وهو بيبدأ يدرس. النت كترول او الفطوط الرئاسية اللي مش هيعدل فيها. يعني هو مش هيعدل في الحوايط. ولا اللي بابك ولا الشبابيك. لكن بقية الفرنشر هيعدل كده. الكمبا تبدأ تعمل سيليك فعليه جد. وتقول له بدلها لي بحاجة تانية. يعني شل المبله ده خالص. حط له مكانه شجر مثلا. اللاند اسكيب اي اي بيديك اكتراحات حلو. فالمواقع جميل يعني من اجيبكم ان شاء الله. انتيريور اي 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 نفس الفكرة بتصور مكان ويبدأ يديك اكتراحات. قول له مثلا عايز تطايل روماني عايز تطايل مصري عايز تطايل كذا. فيعدل لك على الصورة ديت ويعمل لك اكتراحات حلو. نفس الفكرة برضو. بلانر 5D بالمواقع الحلوة اللي تقدر ان انت استعمل فيه ممنى 3D اونلاين بصورة. هوم ستايلر ده مثل انه موجوده على الموبايل. ويساعدك التصميم برضو بساونس كاس طائف ان هو يوفر الوقت. روم جي بي تي بتصور صورة وترفحها وهو يديك تلحك كثيرة باستغرام فازة كذا سمعت. طيب في الفاينال الستيش بقى. هنلاقي منصة ناسلا بتخليك تصمم منازب 3D وتحصل على الوصائق بساعدك تطول على الوصائق. وبسهولة بسهل عليك بعض اللي جاءت. لو انت عايز اعمل رندر انا عندي برنامج اسمه virus. ده انا مستطابه جوا الريبيت. ده عبارة عن ايه؟ ممكن اقول له اعمل رندر. وبعد ما اعمل رندر اقول له طب عدل شوية حاجات. يعني شل حاجة معينة. او اعمل للمنظر كأنه في تلج مثلا. او في الحر او كاسم. ده برنامج يأخذ الموضل من الراينو من sketchup و من الرفيت. و يعمل لك عروض طب جديدة بسهولة. طيب الموقع ده اسمه runway ml. ده الموقع ده فيه حاجات تاصل الصوت. يتدي له صوت ويقعد لك عليه بشكل حلووي. تدي له فيديو وتقول له مثلا ايه؟ الفيديو ده كان فيه صورة عربية في الجنب. شل العربية في اي مكان. تدي له صور يضع يعدى فيه كل الحاجات دي. الملف اللي انا مش نحملنا ده. هتدهولكم و اديكم فتاة تاني برضو. معمول اللي اذا كان صناعي. ان شاء الله هبعتهم للمسؤولين عن المحاضرة. يشاركوه معكم بازناني. تمام؟ فالموقع ده فيه حاجات خاصة بالفيديو. حاجات خاصة بالصوت و حاجات خاصة بالصور. فروهيوة بش هتلاقيها في اي مكان توله. يعني انا من اول موقع اللي لقيتها عاملة حاجات حلوة. اللي بعد كده ظهرت في فاير في الوايب مثلا. فممكن تستخدموا في الشور بتاعنا. ان انت تعمل فيديو وتقبل عليه بشكل حلو. ده مثلا الموقع دوت. اضلنا في الصورة. اه. ممكن تدينه مثلا الحاجة زي كده. وتقول له طب وجد لي التوصيلات معينة مع الاتفاق. فيبدأ يعمل لي اكثر من حاجة. وانت تختار الحاجة اللي الماس بليك. ممكن تعمل رندر لصورة. وتقول له طب دي مثلا صورة. نفس المبنى بدأ يعمل له رندر لأكثر من حاجة. أنا فعلا جربتها. اضطيق ديته المبنى. وقالت له طب اعملها اللي مثلا في الجليل. طب اعملها اللي حولها شجر. طب اضطت له جاب لها مباني. يعني كاني خدت الصورة وروحت لديل اي او متجون. وده بعض التصميم. جواب في ان انت تعمل برنامجة او تعمل برنامج. من غير ما تكتب اي توت خلص. كل ده نتكلم على افلوب. طيب الاجمانتد رياليتي. دي بعض التورز اللي نستخدم عشان تعمل الواقع المعزز. وتعمل الفرش ورائلز. دي حكا خاصة بالسايت. ده سباركل ده بقى مستوق ان انت تدار تعمل تحول افطار الواقع. وقدر ان هو يدرس انسانات التصميم. لو انت عايز تعمل برزينتيشن. طبعا كنفا. كنفا ده موقع خطير تقدر ترفع عليه الصور. وتعدل. انا اغلب شغلة حطه على كنفا. لان هو اونلاين وشغل معه مجاني. فسهل جدا في الشغل بتاعي. وفي ادوات كتيرة جدا جدا خاصة لذكاء الاسماء. كليب دروب ده ممكن مثلا تصور صورة في كوباية جنبيك او لعبة جنبيك. ويروح حزف لكل اللي حواليها. وتبدأ تلاقيها في الموقع بتاعك. تقدر سيضونها في الادف كتشوبة او تقدر سيضونها في حاجة كتيرة. وممكن مثلا ترفع صورة في حزفك الخلفية. في شوية امكانات كتيرة جدا. نفيديا دي اللي هي بتاع كورت الشاشة بدأت تعمل حاجات ظريفة. مثلا ان انت ترشغبط وهو يحاول لك الشغبطة دي لحاجة حقيقة. يعني ترسل مثلا شوية لون اخضر يحاول لك لمنظر طبيعي. ده موقع اسمه قدرين ميكس بتقدر ان انت ترفع فيديو. وتقول له مثلا عدالي في الفيديو ده بعد التعديلات المعينة. يبدأ ان هو يعمل لك التعديلات ديت. طيب تعالي بقى ان نخش الموقع. يعني كل الحاجات دي في التصميم. يعني الموقع بقى ممكن يفيدنا ازاي. خلص الموقع بقى فيه تورز كتيرة جدا. زي مثلا ايه ان هو يدرس اذا كان فيه افض ديت بيحصل ولا لا. يعني النفس الصور بتاعت مبارح ولا زودنا حاجة. ويبدأ يقارنها بالحاجة اللي كانت موجودة في التصميم. يعني يبدأ يقارن بين الأكشوال والبلانت. ويبدأ يقارن فيه تأخير مثلا في التصميم حاجة ازاي كده. ممكن يستخدم الدرور. ويبدأ يبدأ ان هو يدرس لنا. الشوق. اللي احسن بقى من كده. ده بصلا موقع بترائب. إذا كان موقع فيه جديد ولا بقى له فترة. متعطل. دي برضو بترائب اللي تقدم مشاريع. كان في حد سأل. سأل قاعد حطيت الحاجات دي. دي نضارة بتلبسها وانت في الموقع. فيبدأ يكتب لك كده. الشخص ده مثلا فيه غلط في حاجة حسب غلط. تظهر قدامك في نضارة. طيب احنا عندنا ديت كترة جدا وكاميرات وحاجات زي كده. انا جاءت تسأل. انا عارف ان بيها جابة بس متزرين. ده موقع الكاميرات اول ما تحصل حاجة غلط يبدأ ان هو ينبهني. يعني حد بيش لابس خوزة في الموقع يبدأ ينبهك. فيه حد بيها من حاجة ما تخدش سألات ما فيش سألات. يبدأ ينبهك. يدي لمبة حمرة. فيه حد بيش لابس الحزاء اللي هو السيفتي يبدأ ينبهنا. فهو متبرمج ومتزبط ان هو يقرد داتا وشوف لو في اي حاجة بش مغفوطة. حد يدخل في مكان غير المصرح بيبدأ ان هو ينبهك. الموقع ده جميل جدا. تمام. اسمه CM Builder بيرائب المشروع. وتقدر تعمل فيه الفيديو على الحركة تاعت المكانات. وتقدر تحط أمكان معينة للسيفتي. ستساعد كثير جدا لموقع ده. نحن نبهي منرجة التفصيل يعني. بس ايه بنعدي على الحاجة نعرف بها وخلاص. انما هتلاقي مثلا كل حاجة موجودة في الموقع وغير ما تستطيع في حاجة. حاجات 3D و 4D. هو بيحمل السورة. ممكن تاخد ديمو وتدع ان انت تجرب فيها القصة دي. بس كل حاجات دي اونلاين. انت بتحدد الاماكن اللي هستفتها الحفظ. وبتقول له عمل لي الحفظ. قد ايه. وعمل لي ميول للجوانب عشان لو في عربية تتنزل تجيب الحاجة. حطي ايديك عشان عربية تعرف تنزل بشكل افضل. اتمنى موقع ده يعجبكم ان شاء الله. بقى تلاقي برضو الفيديو بتاعه شرح ليه. ده بقى لو انت عمل ليزر سكان. جبت الجهاز وعملت ليزر سكان. وعندك المعلومات فابدأ ان هو. يزر غلق في المشروع ويبقى حواليك الماضي. طيب لو انت عايز تتعلم بقى الزكاة السماعية. يعني فيها حاجات كثيرة ممكن تعلمها لكن انا بدر شرحة لغة بايسون. لان فيها مكتبات كثيرة جدا هتساعدك في تعلم الزكاة السماعية بشكل حينو يعني. ولو انت عايز تتعلم على زكاة السماعية مش لازم خلاص بقى الماضي سهل ممكن ما تتتعلمش قبل الماضي. لكن لو انت عايز تعمل حاجة خاصة بيك هتلاقي المكاتب جاهزة. وكلمتين ثلاثة كده هتقدر ان انت بتعمل حاجة خاصة بيك. في حد بيسأل هالي استعمالات خاصة لذي كانت سماع في الطيب جدا كتير جدا. زي مثلا ان مثل من الفورة عاملين سيستم معين. ان فيه كاميرات موجودة في البيت لو حد مسلا سايب والد ووالدته اللي وحدهم. لو فيه حركة سريعة زادة عن زوم حد وقع فيبدأ يدي تنبيه للمستشفى. لو فيه حد فيد الفترة طويلة ما بتحركش يبدأ يدي تنبيه للمستشفى. ده ابسط حاجة. فيه سيستم معين انا شفته وقربته الحمد لله. ان مثلا لو حصل استغاثة ازاي الاسعاف والمطافي والبوليسي وعندهم امكانية ان هم يوصلوا. خلال ثلاث دقائق للمكان اللي انت فيه في الشقة اللي انت فيها. تمام ده سيستم موجود. دي لغة برمجة اللي اختراحة واحد مصري محمود فايد. اسمها رينج وده رينج بتاعها عالي و اوبنسوس. لو حد عايز برضو يتعامل معها الزكاة السماعية ممكن نخلق. وده بعض المواقع اللي ممكن تعلم منها الزكاة السماعية. والحاجات دي كلها مجاني. او انا جربت مواقع كثيرة بتديها البيدي اف وتلخصه. موجودة كثيرة جدا. حتى شاد جيبتيه لو انت ترفع مواقع في البيدي اف وتلخصه. المواقع صار جدا في مواقع الترفيس يعني خلاص. اتبرمج عليها بسهول. دي بعض المكاتب اللي موجودة في البيسون. وده كرسات. تمام تقدر انتحوا الكرسات دي مجاني. والكرسات دي انا خدتها وشادة بتاعتها حلوة. الوان وكده. بس المعلومات اللي فيها احسن. كمام دي شادة مثلا خدتها من Deep Learning جبت اي اي اي. انا سابق لكم الرابط. وتمنى انت تبقى احسن مني بكتير. هتلاقي كل الرابط اللي موجودة تقدر انت تتعلمه. دي افضل مواقع للذكال الصناعي. حاول انت تتدربها وتفتحها وتشوفها. وتتتعامل معها. ولو في اي مشاكل تحت امركم ان شاء الله. كده احنا خلصنا. الحمد لله لو حتى عنده اي سئال انا تحت امركم. نشكر حضرتك يا بش مهندس عمر. مهندس عمر هو مدير لمشاريع نمزاجة معلومات البناء. بخبرة اكثر من 15 سنة. وبمشكلة طول على اخصى استفادة فيه وبنور اليوم. بعنوان تطوير تقنية نمزاجة معلومات البناء والانشئات. باستخدامات الذكاء الصناعي. وبنقدم الشكر للبش مهندس محمد خليفة. مؤسس منتدى اكاديمية خبارات تكنولوجيا المياه. وكذلك مؤسس منصة اكوا انرجي اكسبو الجهة الرعية لوبنور. واخيرا بنقدم الشكر للنقابة المهندسين بسهات. لتعطيهم منصر. مهندسين. 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 انهOsOsO. مهندسين. شكرا